حقيقة أنا دايما بكون واحد من الناس اللي بتسعد قوي لما بتسمع الأغنية دي على الصفحة وبتعمل فلاش باك كده للذكريات حلوة جدا زمان لما الواحد كان صغير وبيروح المدرسة حلقة نهاية الأسبوع من عشر الصفح في الأهلي صباح الفل والخيرات والبركات والنفحات على كل حضراتكم نهاركم سعيد إن شاء الله ويومكم جميل اسمحوا لي النهاردة يكون منفردا مع حضراتكم للأسف نهوان دي غايبة عننا النهاردة بس بإذن الرحمن هتكون موجودة معنا يوم الحد الجاي إن شاء الله خلوني كالعادة أعرف حضراتكم بداية بالنص التاني من حلقتنا إيه اللي هيحصل فيه ومين اللي هينورنا فيه كالعادة هيكون عندنا فقرتين حواريتين الفقرة الأولى هيكون معنا فيها كابتن شريف عثمان وهو بطل العالم في رفع الأثقال الباراليمبي وصاحب ذهبيات بطرات العالم وأكيد هيكلمنا عن استعداداته للباراليمبيات المقبلة إن شاء الله دي الفقرة الأولى الفقرة التانية هيكون معنا فيها كابتن صديق الجمال نجم النادي لأهلي السابق وطبعا هنتكلم معاه عن كل التفاصيل المتعلقة بالأهلي بشكل عام وبمباراة العودة أو الإياب أمام الوداد المغربي في كازابلانك إن شاء الله أجيت هنتكلم في كتير من التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر وبطبع في الحال برضو لازم نبتدي معاكم بأخبار النادي الأهلي يعني النهاردة إن شاء الله الفريق حيواصل استعداداته لمواجهة الوداد في إياب نهائي دولي أبطال إفريقيا وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يوم 11 ستة حتكون البطولة الحداشر للنادي الأهلي وبإذن الرحمن نرجع من المغرب منصورين الأهلي وضع قدم بالفعل منذ المباراة الماضية بعد فوزه على الوداد بنتيجة 2 واحد طبعا كلنا واثقين في الفريق وكلنا وراه بطبيعة الحال وبندعمه ومنتظرين منه اللقب والفوز مش هنتكلم كتير عن مبررات يعني ممكن تبقى يعني كانت فرضة نفسها الحقيقة الفترة اللي فاتت وكلمنا عنها كتير فيما يتعلق بمسألة الأخطاء التحكيمية واللي عدت مرحلة الأخطاء البشرية العادية نحن نتكلم على كوالتي معينة من الأخطاء كانت لفتة لأنظار كل الناس القاسي والداني مش هنتكلم تاني عن هذا الأمر ولا عن تحامل الحكم ولا عن توقعاتنا فيما يتعلق بالحكم المباراة القادمة أو جماهير الفريق المنافس بس هنقول جملة واحدة أنا شخصيا سمعتها قبل كده من كابتن محمود الخطيب جملة بتقول ما معناه أن الأبطال لا تعرقلهم مثل هذه الأحداث في طريقهم نحو منصات التتويج وده اللي إن شاء الله هيحصل جماهير النادي الأهلي منتظر اللقب من اللعيبة وزي ما تعودنا مع النادي الأهلي مهما كان حجم البطولة اللي بيفوز بيها في اليوم اللي بعدها على طول بنشتغل على البطولة اللي بعدها يعني حتى ما فيش وقت اللي يقول لك ايه اقل بالصفحة ايه اقل بالصفحة الحقيقة طبعا ده يتماشى تماما مع كون النادي الأهلي نادي بطولات ونادي انتصارات ونادي دايما مجمعنا في الأفراح ويا رب دايما إن شاء الله كمان حابب أقول للناس اللي زعلانا من نتيجة اتنين واحد وأنا واحد من الناس دول الحقيقة بس تعالوا كده نفكر فيها من زاوية تانية يعني لازم نخلي بالنا أنه برضو طبعا بداية كده 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 قدر الله ما شاء فعل بس أكيد النتيجة دي أفضل بكتير من التعادل أو لا سمح الله الهزيمة الوداد محتاج يفوز بنتيجة واحد صفر هناك عشان يفوز باللقب يعني لو احنا سجلنا هدف خلاص الأهلي فاز باللقب لأن كده الوداد هيحتاج يسجل أصاده ثلاث أهداف ولو اتعادلنا هناك هيبقى ألف مليون مبروك للنادي الأهلي بطولة إفريقيا بالنسبة للجمهور الجمهور لازم ياخد أطعية كلام مننا في كل حلقة من الحلقات الحقيقة عن جدارة وعن استحقاق جمهور النادي الأهلي جمهور شديد الخصوصية جمهور ليه خصائص بتخليه متفرد ومختلف جدا عن غيره من جماهير الفرق الأخرى يكفي أنه جمهور واعي ومنطقي وبيحكم دايما العقلانية والمنطقية في رؤيته للأمور ودي حاجة يمكن ما بتحصلش مع جماهير كتير يعني حتى الواحد يعجز عن وصفة قد إيه الجمهور ده طول عمره من قديم الأذر جمهور داعم وجمهور عظيم جمهور بيتكبت دايما مشقت وعناء الصفر وراء الفريق لأي مكان هو مسافر فيه ولازم دايما نشكر جماهير النادي الأهلي ونقول فحقهم أحلى كلام لأن هم فعلا يستحقوا مننا أحلى كمان كمان مهم نقول أن اللي بيشوفوا الجهاز الفني مش بالضرورة يتطابق أو يتماشى أوي مع اللي احنا بنشوفه كجمهور احنا في الأول في الآخر مشجعين جماهير لكن الإدارة الفنية دايما بتكون هي القضرة بالتفاصيل ليه بقولي كلمتين دول لأن ساعات في بعض الأحيان ما بقاش فيه حاجات مرضية للجمهور قرار ما من المدير الفني تبديل ما من المدير الفني خطة ما بيتلعب بيها المطش من المدير الفني كل واحد بي عنده تحفظاته وده حق مشروع كناس لناس بتحب النادي الأهلي بل بتتنفس النادي الأهلي لكن في الآخر مين حتى لو بيتحمل المسؤولية ما هو دعيبة والجهاز الفني عشان كده لازم نكون دايما كجمهير وده اللي بيحصل دايما الحقيقة كلمة حق لازم نكون دايما وراء فارقنا وراء جهازنا الفني كمان ونقول لهم بالتوفيق إن شاء الله في المباراة النهائية ومستنين منكم كتير مبارح في خبر يعني مختلف شوية مبارح قرر المجلس إدارة النادي تكليف الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريخ المتجهة إلى المغرب غدا الخميس إن شاء الله طبعا كابتن حسام غالي حاليا مركز كل التركيز على الانطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني ولللعبين كمان كابتن محمود الخطيب قرر إنه سيرافق بعثة الفريق إلى المغرب لدعم اللعبين والجهاز الفني وللتأكيد على الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله تضمن للنادي الأهلي استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا طبعا كابتن محمود الخطيب كان اجتمع مع الجهاز الفني للأهلي واللعباء بعد ماتش الزهاب ويكلم معهم في تفاصيل اللقاء النهائي وفي ثقة الكاملة في إمكانيات اللعيبة وبقدرتهم على العودة باللقب من المغرب وأكد على الرضاة على المستوى اللي ظهر به الفريق في مباراة الزهاب وضرورة بس لكل جهد ممكن في مباراة الإياب طبعا الجيل الحالي من اللعيبة يعني الحقيقة تمكن من تحقيق بطولات يمكن أصعب كمان من النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا خصوصا وإنه سبق وحقق نتائج إيجابية في ملاعب المغرب الشخيق خلال الفترة الماضية طبعا منتمنى تكرار هذا الأمر إن شاء الله يوم الأحد القادم منتمنى كل التوفيق لفرقتنا مباراة كان فيه أو تم الإعلان عن تفاصيل أكبر مشروع قومي لتطوير المنتخبات المصرية لكرة القدم وأيضا لقطاع الناشئين بكرة المصرية وبرنامج لرعاية الأبطال الرياضيين بحضور سيد الوزير طبعا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكان حاضر طبعا مسؤولي انتحاد كرة القدم تعالوا ناخد فكرة كده بسيطة عن يعني جانب من اللي خسر ونرجع لكمل الكلام احنا النهاردة بنعلن مع اتحاد الكورة ومع مجموعة شركات كورة لدعم المنتخبات المصرية للناشئين هذا الدعم طبعا هيكون ليه مجلس أمناء مجلس أمناء بيدير محفظة مالية بانتين وخمسين مليون جنيه على 12 سنة لكن ده الحد الأدنى قابلة للزيادة لتمويل هذا الدعم الهدف منه هو استدامة المنتخبات وتطويرها طبعا اتحاد المصر يكون لرؤيته وستراتيجيته وتمويله لكن تميز هذا التمويل وتميز هذا العمل لازم يكون منطلق من طريق تفكير مختلفة ده اللي احنا بنعمله واستدامة الأداء 12 سنة هيكون فيه دعم للمنتخبات المصرية في قطاعات في 2005 و2007 و2008 و2009 الحقيقة كلما كان هناك عديد العديد من المنتخبات كلما كان هناك أداء والتطاوك احنا المنتخب الحالي هيكمل لغاية 20-26 اللي هي كاسل العالم القادم يكون جيل يعني تقريبا خلاص المنحنة السنة بتاعه لازم يكون فيه قطاعات مختلفة يعني بعده من العمار السنية ويتم التأكد على أداءها وتطويرها لإستدامة التطوير لازم يكون هناك مشروع لتطوير كونتر القدم المصريين مبادرة أساساً كانت في شكل مبادرة مادية ومشاركة مجتمعية مادية عن طريق شركة مع وزارة الشباب ورياضة الهدف منها يعني تدعيم الاتحاد المصري الكورة القدم لتطوير المنتخبات واللي جاية في 2005 و2007 و2008 و2009 انا بشكر طبعا ساتة الوزير وعلى دعمه الدائم من الاتحاد المصري الكورة القدم الاتحاد المصري هو معني باختيارات أجهزة الفنية هو معني باختياراته اللعبين لكنه وضع خطة في الفترة اللي جاية ان احنا ازاي هنطور كونتر القدم او انطور ازاي منتخباتنا في الفترة اللي جاية هو ده اللي كان أساساً في المبادرة أساساً هتمنى برضو كمان يبقى زي ما في مبادرة مجتمعية حالياً دولاتي مادية نتمنى كمان نكون في مبادرة مجتمعية إعلامية فعلاً لأن اتحاد المصري الكورة القدم محتاج ولعبين المنتخبات محتاجين في الفترة اللي جاية الدعم الإعلامي إن شاء الله والهدف من المبادرة هنا هو دعم المنتخبات الوطنية وده دعم مدي فقط لغير ما نوش أعلقة بالدعم الفني الدعم الفني مطلوق تماماً للاتحاد الكورة الهدف من المبادرة ان احنا في النهية عندنا منتخبات ناشئين عايزين نتقوّرها وعايزين تبدأ من بدري يعني مراحل السنية كان يمكن المدير الفني منتخب الأول كاملون في بورتغال بيعندوهم كذا مرحلة سنية في منتخبات الناشئين يمكن هنا في مصر ما كناش بنقدر نعمل الموضوع دوا عشان خطر الماديات فإحنا كندورنا هنا نحنقول لا إحنا هنخش ونركز مع منتخبات الناشئين في سن صغير ونوفر لهم الدعم المادي عشان إنشاء هذه المتخبات في مرحلة سنية بدري عشان يقدروا ما يوصلوا لمرحلة البطولات يبقوا هم جاهزين بدنياً مواهب كتيرة جداً إزاي إحنا نقدر نستغل هذه المواهب في مصلحة الكرة المصرية كل الحاجات دي محتاجها مال، محتاجها دعم محتاجها فكر، محتاجها حاجات كتير جداً لأن اللي بيشتغل في الناشئين وعارف يعني إيه ناشئين وعارف يعني إيه مواهب وعارف إنه في مواهبة عندك وتروح منك لأسباب كتيرة جداً إزاي أن تتحافظ على المواهبة دي وزاي تتطوريها إزاي اللاعب ده اللي هو محتاج حاجة معينة محتاج حاجات نفسية محتاج بدن، حاجات كتير جداً إزاي أنت تقدر يتوقف على الحالة دي وتشغل عليها، الحاجات دي محتاجها حاجات كتير جداً حقيقة اللي بيحصل ده يتقال عليه خطوة مهمة جداً انتجاه يعني التعامل الأمثل بقى مع ملف المتخبات المصرية وخصوصاً المتخب الأول لكرة القدم يعني في أوقات سابقة الحقيقة كان المتخب مصر لكرة القدم مخيف إفريقياً بالمعنى الحرفي للكلمة لكن بقالنا فترة نتكلم كلام يعني مش ما كناش نتمنى أن تبقى دي ملاحظاتنا على المنتخبات حتى المصرية بشكل عام فده ملف مهم جداً وفكرة إعداد يعني أبطال رياضيين مستقبليين دي حاجة في المنتهى الأهمية فكرة قطاع الناشئين ده أمر في غاية الأهمية ده القطاع اللي بينتج عنه يعني وكأنه بمثابة خط إنتاج لإنتاج أبطال في المستقبل يرفعوا من اسم مصر ويرفعوا يعني من شأننا على الصعيد حتى العالمي فده دي حاجة في المنتهى الأهمية بتنقلها في القريب العاجل بإذن الله فقلت يا أجواء حرب عيني رحت لأسوان لإيه درجة حرارة النهاردة في أسوان 44 خليبين حضراتكم احنا كل ده لسه المفروض ان احنا في الأجواء الرابعية الصيف لسه ما دخلش ده لما يدخل ده احنا هلتحمص في الثلاث أربعة شهور الجيدة حضرات ربنا يهون على الكل يا رب إن شاء الله عموما أنا معي على تليفون دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية دكتورة منار صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي معنا في عشرة صبح في الأهلي صباح الفل على حضرتك وستاذ كريم صباح الخير على كل سيدة المشاهد أهلا بكي فاند أهلا بكي فاند يعني درجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ وإحنا لسه بدخلناش في الأجواء الصيفية الوضع الفترة اللي جاي حيكون عامل إزاي يا دكتورة منار؟ بالفعل يمكن إحنا كمان بدأنا من اليوم ارتفاع في درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية هيبدأ يأثر علينا كتل هوائية صحراوية هتأدي لأرتفاع درجات الحرارة الأربع والخميس وكمان يوم الجمعة القادمة إن شاء الله الكتل هوائية الصحراوية هتخلي النهاردة درجات الحرارة هتفع بحواجه من درجتين إلى ثلاث درجات العظمة اليوم على القاهرة الكبرى تصل إلى 35 درجة مئوية جنوب إسباعي تصل إلى 44 درجة مئوية فبالتالي أجواء اليوم هتكون أجواء حرة على المناطق الشمالية السواحل الشمالية والوكف البحر والقاهرة الكبرى شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب إسباعي وجنوب دينا خلال فترات المياه كمان هنحس إن درجات الحرارة تفعت لأن الصغرى فترة اليوم تصل إلى 25 درجة مئوية أجواء أكثر عتدالا من الليالي الماضية في أغلى المحافظات الجمهورية كمين اليوم هنبدأ نتأثر بنشاط لرياح المسير للرمال والأتربة لكن في غرب إجلال هيكون في السحراء الغربية بعض المناطق من مصروح والسلوم والسيوة وده بدوره هيؤدي للقصاد وتدهو رؤية أسقية لأن في سرعة رياح عالية في المناطق الغربية هتقدم المزيد من الأتربة والرمال المسارة مع وجود الوكاة للأمطار على بعض المناطق تطرقها من الجمهورية السواحل الشمالية الغربية للبلاد وهي أمطار خفيفة طبعا تمتد الأمطار لمناطق من محافظات الوكاة البحر في فترة المساء وقد تصل للقاهرة الكبرى كمان هتكون رعدية على وسط السعيد ثلاثة دبال البحر الأحمر حلايب وثلاثين مرسعالم بعد المناطق من الصحراء الغربية زروة الحالة الجوية وزروة اتفاع درجات الحرارة هتبدأ معنا الخنيس إن شاء الله بكرة لأن المنطقة بيأثر علينا الغرب البلاد هيبدأ يأثر على المناطق الداخلية يبدأ يتحرر بسجاه الشارع فيأثر على المناطق الداخلية فغدا الخميس هيكون ارتفاع ملخوص في الحرارة وعظم على القاهرة الكبرى تصل لثمانية وثلاثين درجة مقاوية فترة النهار كمان نشاط رياحة المسير للرمال والأجربة هيكون موجود معنا غدا من شاء الله أغلب محافظات شمال البلاد لأن المنطقة بالجو الحرارية والخماثين اللي موجود في الصحراء الغربية هيكون معا صرعات اليحة غدا تتجاوز لأربعين كيلو متر على الساعة فبالتالي هيكون صيرة للرمال والأسربة وده بطرقه هيؤدي طبعا لتضهر ومتصفات رؤية أفقية خاصة على الصرق الصحراوية والأماكن المكشوفة الموجودة في الوجه البحري القاهرة الكبرى شمال الصعيد مدن القناة وسواحنا الشمالية الغربية والصحراء الغربية مع استمرار فرص الأمطار اللي هي ممكن تكون في بعض الأماكن الرعبية والننبه هنا أن الصحب الرعبية والأماكن اللي هيكون فيها صحب رعبية صحب رعبية هيكون معاها رياحة بها تزود صرعات رياحة اللي احنا اتكلمنا عليها فممكن يبقى فيه مزيد من الأسبة والرمال المصارى مع يوم الجمعة الحالة مكملة معانا لكن بسرعة أقل من يوم الخميس إن شاء الله مساء الجمعة صباح السبت يكون فيها حسن في الأحوال الجوية أستاذ كريم هم جدا ننسح كل إستاذة المواطنين لازم نتابع المشكلة الجوية لأنه وارد يحصل تغيير في صرعات رياح بشدة الحالة الجوية مهم كمال مرضى الحساس فضرية والجلوب الأنفية لو نقدر نأجل مشاولنا بكراً حميس في الأيام اللي بعد كده ده ضروري جداً لو إحنا خلاص هنستطيع للخروج لازم نستدل الكمامات مع صرعات رياح العالم نبتعد عن أعمالة الإمارة أشكال الجهرباء الواحي الأعلمات المعدنية المباني المتهلكة والقيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق وخاصة الصرق الصحراوية والطرق السريعة وبقدر إمكاننا تجنب التعارض المباشر اللي أتعلم لا كده واضح إن احنا فعلاً لازم نتابع النشرة الجوية وبشكل يومي بس المهم إن احنا نتبحها من مصدرها الرئيسي والأساسي لأن الساعات كل فترة والتانية قبل ما يخلاش برضو السوشيال ميديا يعني بيانتوا جعانها بلبلة في بعض الأحيان بالمناسبة مبارح كان فيه كلام كتير على السوشيال ميديا بيقول إن النهاردة حيكون فيه برضو عاصفة طرابية زي اللي شاهدناها الأسبوع اللي فات وما كانش الكلام مواضح حضرتك اللي وضحتي إن الكلام ده حيكون في الجزء الغربي من البلاد فما نسيبش نفسنا عرضة للسوشيال ميديا ناخد المعلومة من مصدرها الطبيعي وطبقاً لكلام حضرتك ده كده أهالينا في الصعيد النهاردة بكرة هيحضروا شاء لبزات جوية إنجاز التعبير يعني ما بين درجة حرارة 44 ورياح محملة بالرمال والأتربة وأمطار قد تصل إلى النهية رعضية فده جو عجيب شوية دكتورة مرار بالفعل هو جو يعني عجيب بس جيد تقلبات الجوية الحد أو السريعة اللي احنا دايما منون عليها تقصل للربيع ربيع فصل التقالي بيحصل فيه طغارات جوية حد أو سريعة يمكن كمان يعني خلينا نقول طغارات المناخية بتأثر في الحالات الجوية اللي شبهت دي خلت الحالات الجوية بقت أكتر عنفا يعني احنا متعودين على الأمطار للأتربة ارتفاع ضربات الحرارة لكن طغارات المناخية بدأتتأثر أنا مع عنف الظواهر الجوية اللي بتأثر علينا الخميس يعني الناس كلها بتتكلم إن النهاردة هيبقى فيه مشاكل هو يوم الخميس هو اللي نخل بنى منه بكرة إن شاء الله الخميس يعني غدا هيكون في تقلبات جوية حد أو سريعة اتفاعة الحرارة مرفوض نشاط الياحة نصير للرمال والأتربة الأتربة والرمال المصارى ممكن تأدل تضخم والرؤية أسطية على الطريق ممكن مبقاش شايفين قدامنا الألف متر الكلام ده حتى في القاهرة دكتورة بنار بكرة إن شاء الله حتى في القاهرة خاصة على الطرق الأماكن القريبة من المناطق الصحراوية أو الأماكن المكشوفة بشكل كبير هيكون بكرة معنا كمان في القاهرة الكبرى ومحافظات الواكه البحري وأيضا سواحنا الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال إسبقائي يعني أغلب محافظات الجمهورية بكرة إن شاء الله ستأثر بي العامل الجوية المتحدة طب الأجواء الربيعية المتقلبة الحادة دي هتنتهي إمتى يعني إمتى هندخل بقى في فصل الصيف بشكل رسمي ونوصل لمرحلة 43 و46 و47 كدرجات حرارة ده الرقم العادي اللي حنقض عليه كم شهر ابتداء من إمتى بقى إن شاء الله فصل الربيع حينتهي 26 يعني تقريبا نقول إسبوعين ويبدأ فصل الصيف 21 تدريجيا هنلاقي فرص استقرار الأسبابة والرمال المصارى بتقلي مع دخلنا فصل الصيف يعني مع نهاية 6 وبدأي 7 ونبدأ بقى نستعب الفصل الصيف برطوبة العالية اللي احنا نتعودين عليها فصل الصيف يتخلينا نحس بارتفاع درجات الحرارات طبعا طبعا تمام أنا شاكل لحضرتك وجودك معانا جزيلا شكرا دكتورة منار شكرا دا حضرتك شكرا نبقى طيب دي حاجات مهمة يعني لازم كلنا نعرفها وناخد بالنا منها وخصوصا للناس اللي بتسافر على الطرق السريعة أو الطرق الصحراوية يعني في الأجواء المشابهة لا الواحد لازم يعيد حساباته مرة واثنين ويعيد يعني النظر في التوقيت حتى اللي يسافر فيه عشان ربنا يسترع علينا كلنا بإذن الرحمن خلونا نطلع فصل ونرجع نكمل الكلام تفضل عودة لعشر الصفحة في الأهلي أهلا من كل حضراتكم مرة تانية خلونا نروح لازميرتنا العزيزة سالة حامد هي موجودة حاليا في مقار النادي الأهلي بالجزيرة وجهز عشان تعرفنا آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفروع مختلفة وفرق مختلفة صباح الفل عليك يتفضل يا سالة احنا سمعينك الله ده انت في الشيخ زايد يا سالة انا قلت انت في الجزيرة صباح الخير يا كريم وطبعا بصبح على لا انا المرة دي من الشيخ زايد طبعا في البداية براحب بك يا كريم وبصبح عليك وبصبح على كل مشاهد يوم تابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان ويوم جديد وحلق ده طبعا من عشر الصبح في الآي والمرة دي ان زي ما انت قلت يمكن النهاردة مش من الجزيرة نهاردة من فرع الشيخ زايد هكون معاك وأكيد مع كل مشاهدي قناة النادي الأهلي عشان نقولكم كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرق وقل رياضية يمكن خلين يبتدي معاك طبعا بالفريق الأول لكرة القدم تحت قاية مستمرسال كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي ويمكن النهاردة ان شاء الله بشكل طبيعي الفريق هيواصل تدريباته يا كريم بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش طبعا ده كله هيكون في إطار استدادات الفريق أكيد دليل المباراة القادمة والمباراة الأصعبة والأهمة بالنسبة لي فريق النادي الأهلي في مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأكيد بنتكلم عنه بطولة أو الدوري الإياب من الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نادي وداد الرياضي المغربي ان شاء الله هتقام المباراة دي ما بين النادي الأهلي والوداد المغربي يوم الحد القادم وهتكون بتوقيت المغرب الساعة 8 وبتوقيت الكاهرة الساعة 10 مساء وأكيد المباراة الملعب هتصدي في اللقاء ما بين الفريقين هيكون ملعب مركب محمد الخامس في مدينة كذابلانكا المغرب سريعا أكلمك شوية عن سدادات فريقنا للنادي الأهلي للمباراة دي ممكن نهاردة ان شاء الله زي ما قلت الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي على ملعب مختار التيتشي وبكرة كمان الفريق هيواصل تدريباته وبعد كده يعني بعتت فريقنا للنادي الأهلي وجهاز الفني بالكامل وجميع اللاعبين يتمران الأول الصبح وبعد كده هتجهوا لمطار القاهرة الدولي عشان بعد كده يسفروا أكيد لدولة المغرب يمكن سفر ان شاء الله بالنسبة ليه فريقنا للنادي الأهلي هيكون الساعة 4 العصر واللي هيكون رئيس البعثة يمكن زي ما انت قلت يعني في بداية الحلقة هيكون الكابتن حسام غالي عضو مجلس دارة النادي الأهلي وهو هيكون رئيسا للبعثة وكمان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي يمكن قرر مرافقة الفريق في رحلته للمغرب طبعا كدعم كبير للفريق وأكيد دفع معنوية ليهم وجود عاماتا كابتن محمود الخطيب وجميع مجلس دارة النادي الأهلي هيكون دفعة كبيرة لجميع اللاعبين كابتن محمود الخطيب طبعا عنده ثقة كبيرة جدا إن شاء الله في جميع اللاعبين نادي الأهلي إنهم عندهم القدرة وعلى قدر المسؤولية إن شاء الله إنهم يحققوا لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا واستعادة لقب الأفريقي مرة أخرى طبعا بنسبة لنادي الأهلي ده منسبة لي فريقه الأول لكرة القدم يمكن إن شاء الله كمان يعني خلينا ضيف يا كريم وأقولك إنه الفريق لما يوصل المغرب يمكن بكرة أو يوم الجمعة عفوا إن شاء الله يعني بعد بكرة الفريق هيبتدي تدريباته بالنسبة لي يعني أو في إطار استعداداته بالنسبة لي مباراة يوم الأحد إن شاء الله أمام نادي وداد إلى مغربه إن شاء الله أول تمرين هتكون بالنسبة لي فريق النادي الأهلي الساعة 6 على ملعب العربي الزولي في مدينة دار البيضاء وإن شاء الله بعد كده يوم السبت قبل المباراة بيوم الفريق هينقل تدريباته بالكامل للملعب المباراة إن شاء الله هتقام عليه المباراة هو ملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا وده هتكون آخر تمريننا بالنسبة لي فريق النادي الأهلي على ملعب المباراة خليني بقى أروح لجميع الألعاب الأخرى ويمكن طبعا حتى ما حارفين دلوقت يا كريم يمكن بنسبة لي يعني جميع المباريات والموجهات منسبة لي جميع الفرق سواء كرة اليد كرة السلة أو كرة الطائرة طبعا أوف سيزن بالنسبة لي جميع الفرق إن شاء الله يمكن التدريبات منسبة لي جميع فرق نادي الأهلي سواء كرة الطائرة كرة السلة أو كرة اليد هترجع كل التدريبات في شهر 8 القادم والمنافسات وجميع البطولات إن شاء الله تبتدي من أول شهر 9 وشهر 10 طبعا بالنسبة لي جميع الألعاب ويمكن خليني نقولك أنه الاتحاد العربي لكرة السلة يعني قرر أو أرسل دعوة استثنائية لنادي الأهلي بطل أفريقيا وبطل ربعية السندي فريق الأول لكرة السلة رجال تحت قائلة نصر أجوستي إبوش يمكن بعث يعني دعوة استثنائية لفريق النادي الأهلي للمشاركة في البطولة العربية للمرة الثالثة على التوالي يمكن نادي الأهلي شارك في المرة الأولى كانت السنة القبل اللي فاتت وحصل على بطولة العربية لكرة السلة طبعا يعني بعد ما ندي التحاد السكنداري يعني قرر صدافة البطولة وساعتها نظامت أو تم تنظيمها على إصالة البرج العرب في مدينة الأسكندارية وحصل ندي الأهلي على البطولة العربية لأول مرة في تاريخه وتاني مرة طبعا كانت البطولة مقامة في الكويت وشارك فيها ندي الأهلي ووصل للمباراة النهائية ولكن في المباراة النهائية أمام ندي كويت الكويتي خسر للأسف إلا مباراة وإن شاء الله يعني لسه في انتظار رد من مجلس دارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بأنه يعني النادي الأهلي هيشارك في البطولة ولا لأ البطولة العربية ولا هتقام إن شاء الله بحضور جماهيري في دولة قطر المرة يمكن في المرة الفاتت كانت في دولة الكويت استجمالا لجميع أخبارنا النهاردة كمان خليني أقولك يا كريم أنه لجنة العضوية تحت طبعا رئاسة وإشراف الأستاذة طاري أنديل عضو مجلس دارة النادي الأهلي يمكن اللجنة العضوية عقدت اجتماعا أمس في فرع النادي الأهلي بالكاهرة الجديدة أو بالتجمع الخامس يمكن طبعا الاجتماع ده شهد أكبال كبير جدا من جميع المتقدمين للحصول على عضوية النادي الأهلي وطبعا الضمامة لعائلة النادي الأهلي عضوية أكيد منتكلم عن فرع التجمع الخامس يمكن اللي شفنا تم افتتاحه يعني منذ بعض أيام وشفنا هذا الصرح يعني الكبير والعظيم في حدث تاريخي وهو افتتاحه أكيد كان يوم الخميس اللي فات يمكن يعني بعد الافتتاح ده وبعد ما الكل شاف طبعا يعني جميع المباني العملاقة والمنشآت الكبيرة اللي شفناها على مساحة خمسين فدان كمان منتكلم على الخدمات المتميزة والبنية التحتية ملاعب كرة قدم ملاعب كرة سلة كرة يد وأيضا كرة الطائرة ممنى لأكاديمية كرة القدم والعديد من الغرف الملامس طبعا العديد برضو من المطاعم والمنافذ أكيد لجميع العضاء ندي أهلي منتكلم على خدمات المتميزة يمكن ده كله إده دافع كبير للجميع عشان يجوا يقدموا على طلب أكيد حصول على عضوية النادي الأهلي مش بس عضوية التجمع الخامس كمان عضوية عامة لجميع فروع لنادي الأهلي عشان طبعا الكل يبقى عنده الفرصة ويكون عنده الإمكانية أنه يعني يحصل على العضوية وأنه يدخل جميع فروع ندي أهلي سواء طبعا مقره بالجزيرة أو فرع ندي الأهلي بالشيخ زايد أو مدينة النصر يمكن كمان يعني خلينا أقول لك أنه الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس طارق ندي الأهلي يمكن عقد يعني الاجتماع ده للمرة التانية على التوالي يمكن نبارح فيه فرع الكاهرة الجديدة يمكن نحرس يعني على توجيه اللجنة بسرعة لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بمتطلبات يعني العضوية أكيد ده ليه جميع المتقدمين على العضوية يعني تسهيل جميع يعني الأمور بالنسبة لهم الحصول على عضوية النادي الأهلي لعدد كبير من المتقدمين كمان اتحاق بالنادي الأهلي بعد استفاء كافة الشروط المستندات المطلوبة عشان الكل طبعا يحصل على العضوية وزي ما قلت ممكن مش بس عضوية النادي الأهلي العضوية عامة لجميع فروعه سواء فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد أو مدينة نصر أو طبعا مقره بالجزيرة كده طبعا يعني يا كريم كانت كل الأمور يعني الخاصة بفرع النادي أهلي بالتجمع الخامس وأكيد يعني الاجتماع المهم اللي كان موجود بارح في التجمع الخامس كمان خليني أقولك يعني بخصوص مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي بخصوص فريق الوداد إن شاء الله النهاردة الفريق الوداد هيدخل فيه معسكر مغلق بداية من النهاردة إن شاء الله الأربعاء ويمكن النهاردة يعني المعسكر المغلق ده بنسبة لفريق الوداد المغربي استعدادا لمباراة يوم الأحد أمام نادي الأهلي المصري هتكون خارج مدينة دار البيضاء وهتكون في مدينة سلة المغربية وهتقام في مركب محمد السادس والنادي المغربي هيتمرن اليومين دول على ملعب محمد السادس وبعد كده إن شاء الله أكيد فيه آخر تمرينة ليه هيتمرن على الملعب اللي هيكون ملعب المباراة وهيجمع ما بين الفريقين يوم الأحد وهو مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا المغرب جديك سريعا يا كريم كل أخبارنا المتعلقة بالنادي الأهلي واستعداداته طبعا للمباراة القادمة إن شاء الله إن شاء الله تكون البطولة من نصيب النادي الأهلي ويكون اللقب أهلاوي ونكون معك يا كريم إن شاء الله أنت ونهواندي يوم الحد الجاي ونحتفل طبعا كلنا بالحصول على لقب الأفريقية مرة أخرى أكيد الحداشر في تاريخ لنادي الأهلي والعودة مرة أخرى لك في الستوديو طبعا نكلمة لك تفضل يا سلام عليك يا سلام من بقك لباب السماء إن شاء الله ومنشكرك على التغطية المتميزة كالعادة شكرا جزيلا تعالوا بقى نروحي حضرات من زميرتنا العزيزة يا سلام حامد لأستاذ أحمد غنيم الناقض الرياضي لأن عندنا شوية تفاصيل كده حابين نعرفها منه وفيما يتعلق بقى طبعا بالجانب الأوروبي من العالم أستاذ أحمد صباح الخيرات عليك وأهلا بيك معنا في عشر الصبح في الأهلي هو واضح إن الاتصال لسه مش واضح وعموما لو تفتكروا يعني ودي برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين نتكلم فيها في حلقت النهار ده كان الأسبوع اللي فات معظم الكلام كان داير حوالين ماسي ورحيل وعن بي أس جي وهل كان الرحيل يتماشى معكونه أسطورة كروية ولا ما كانش الموضوع قد كده وعن وجهته المقبلة هل حيروح على الدور الأمريكي هل حيرجع على برشلونة هل سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية دا الأسبوع اللي فات اليوم اللي فاته بقى كان الكلام كله عن بنزيمة ودي نقطة حتكلم محاضراتكم فيها لاحقا بس الأول ناخد الوسيد أحمد غنيم النقد الرياضي اللي منورني النهاردة على التليفون فعشر الصبح في الأهلي صباحا لفل عليك يا سيد أحمد أهلا بيك معنا صباحا لفل عليك يا سيد أحمد أهلا بيك معنا صباحا لفل عليك الكريم على كل مشاهدي وقعات ندلة عايزين نتكلم معك شوية عن آخر يعني الانتقالات في أوروبا والاستعدادات طبعا اللي على قدم الوساق من سيتي وإنتر ميلا لنهاء دوري أبطال أوروبا وتوقعاتك دي النهاية هتنتهي ازاي بس أكيد المباراة طبعا لا يستطيع طبعا توقعاتكم إلا صباح مصلحة مالسيستر سيتي حتى بمجور جودة في المؤتمر الصحفي بالأمن يعني تحدث وقالنا معتالف إن التوقعات بصدف صالحنا لكن يستطيع مع إنتر ميلا إلا أنت مين بإمتالك كذا دقاء دوري أبطال أوروبا إحنا حتى نحن نحن نقل دوري أبطال أوروبا لكن الورقة طبعا من سيتي الأقرب لكن طبعا الحجاري من متوقع أن أنت نحن لعب السيوب السيوب الكتناتشوك طالب بعروف هيحاول نغلق المتاحات بشكل يبري جدا غلق المتاحات المفتيح اللعب خاصة كيفين دي بروين وإرلنج أنا دواء اللي كانجون دواء المتواهج بصورة جهة جدا بالفترة الأخيرة مع من سيتي بالحقيقة لكن طبعا من سيتي الأقرب يعني 55-45 مش عايزة أذهب يعني أذهب بصورة جدا دي مباراة نهائية كل شيء وليتها نتبكر أنها عشرين وعشرين دورة في الأوروبا بين ملشستر سيتي وتشلسي كنت توقعات لمنشستر سيتي لكن في النهاية الشلسي استطاع حصل لقب بالتالي طبعا يعني خطة ده ليكون موفقة في بداية المباراة من قبل المدرب الأسفل الشهيب الحقيقة منشستر سيتي عمل عمل شغل نار الفترة الأخيرة ده بالتأكيد حقيقة منشستر سيتي يعني يستحق السياسية التاريخية إيه حقاقها أكون طبعا ده نادي إنجليزي يحققها بعد منشستر نادي الدمحة سنة 2019 يستحقها بكل تأكيد الحقيقة مستوىات أكثر من رائعة ده في كتير الفريق هو على مستوى البريمير ريجو الفريق أكثر تسجيلا الفريق أكوى الفريق أكوى الفريق أكوى لا لا حقيقة منشستر سيتي وحتى في دورة بطول أوروبا هل اللقاء ده اللي هيجمع ما بينهم يعني محسوم نظرا لأن كل فريق فيهم يعني تبقى لخلفية وتقدر تستنتج يعني بالبلد كده تقدر تستنتج المباراة حتمشي إزاي من زاوية إن منشستر سيتي فريق هجومي بحث ولا سيامة في ظل وجود هذا كائن الخرافي إيرلين هالند اللي حصل مؤخرا على الحزاء الدهبي يعني أفضل هدف الدوريات الأوروبية مجتمعة وفي المقابل انتر ميلان بيميلوا أكتر للتكتلات الدفعية فده يقدر يعني نقدر نستنتج من خلاله سير المباراة حيكون عامل إزاي ولا دايما بيكون فيه مساحة لوجود أي مفاجآت غير متوقعة طلبة فرقتين أيا كانوا مين هم اللي وسطوا للمرحلة دي والنهائي ده أنا أطفق معاك سريم أن بلسال متوقع أن يبقى فيه هجوم من مانشستر سيتي فأستعمل إمتر ميلان لكن أريد أن أذكر السيدة المشاهدين بلوطة مهمة جدا رغم قوة مانشستر سيدي الجميع لكنه عانى مان مانشستر ونايتد في ناكا في حد الجيل دي والسابت الماضي سيدي 2021 مشعوبه جدا جدا وده اللي أنا بقوله فيما يخص للمباراة النهائية بمعنية حسابات مختلفة تانية خالف لأنها مباراة واحدة ومسا كل شيء وارد فيها فأيهم الترشيحات فيه مانشستر سيتي المتوقع أن مانشستر سيتي كانت أكثر رجوما والأكثر استحزت المباراة على حد الإمتر ميلان لكن كل شيء يبقى وارد في كرة تدخل كرة تدخل كرة تدخل مع وردتها على مفاجئات يعني كبيرة وعجيبة جدا وبالتالي صحيح لمانشستر سيتي كما قلت وعيده وكان هو اللي أغرب يتخل بالبطولة لكن إمتر ميلا طبقا 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 له فزوز خاصة أنه الإسلوب اللي يبقى جوسيموني إستاجه تلو الإمتر ميلا بيعتمد على مجوم الخاطب ودي ممكن نقطة ضعف بعض الشيء في ماشستر سيتي في بعض الأحيان أن تعال في أكثر صراحيات في مدعب ممكن يستغلوا إمتر ميلا بالكاونتر قد تكتل سريع جدا ممكن يخفضها طب تعالي نقف شوية كده عند إيرلينج هالند طرح ما جات سيرته في الكلام يعني تعتقد أن إيرلينج هالند هيحسم لقب الهداف الكام موسم اللي جايين يعني الموضوع محسوم لصالحه ولا برضو فيه مساحة لوجود مفاجآت لا لو استمر طبعا بهذا المستوى ومع تواهد قيم الدبرين تحديدا اللعب الأكثر أكثر حاجة بسيطة صراحة دافت هالند هذا الموسم أعفاكت الموضوع يكون إلى نسبة جيدة جدا محسوم لها طبعا نستمر نستفاكت محمد صلاح وفريلي بربونت من قصة النبت لكن أن يكون واقعيين من شخصة سيتي بهذا السكوال الحالي بهذا التشكيل وبهذا التواهد إن استمروا طبعا أنها تكون الكورة up and down يعني فيه مستويات بتبقى عالي وفيه بعد الآية مستويات بها بعد ذلك لكن إن استمرت أكيد بالتأكيد طبعا سأعتقد سيواطل يمكن يكون منافس هلا بكسيطة جاية وكلمة نجم باريستان جرمال لكن أعتقد أن بابي يعني عليه أن يرحل عن باريستان جرمال إن أراد أن يكون منافس حساس الإيرل جميل أنا بشكرك شكر جزيل على وجودك معنا النهاردة في عشر صفحة في الأهل يا أستاذ أحمد شكرا جزيلا لحضرتك كان معنا لأستاذ أحمد غنيم عن ناقد الرياضي تعالوا بقى نرجع نكمل كلامنا عن بنزيمة اللي الكلام كان داير عنه بقوة الكام يوم اللي فاته الموضوع اتحسب وبشكل رسمي يا حضرات اتحاد جدة السعودي أعلم بالأمس عن انضمام كريم بنزيمة لصفوفه مقابل 200 مليون في السنة وبالمناسبة عقده حيستمر حتى عشرين ستة وعشرين كريم بنزيمة كان الحقيقة قال رسالة وداع لريال مدريد وقال إن دا يوم حزين للغاية شكرا جزيلا لريال مدريد لقد كان طريقا رائعا في حياتي لقد كنت محظوظا بتحقيق حلمي كطفل باللعب لريال مدريد بفضل الرئيس بيريز وقال كمان عندما رأيت بيريز قلت إنه الرجل الذي أحضر رونالدو وزيدان إنه رجل مزهل حان الآن وقت الرحيل ومشاهدة قصة أخرى وأهم شيء بالنسبة لي أن أكون أن كل ما فوزت به قد استمتعت به كطفل شكرا أيضا لأنشلوتي الذي منحني الثقة منذ البداية لقد تعلمت كثير معه سأكون مدريدي دائما شكرا لجماهير ريال مدريد على إعطاء هذه قوة بصفة مستمرة فالموضوع اتحسن تعالوا بقى نعرف خلفية الموضوع ده جانب من كواليس هذا الأمر إحنا معنا على التليفون الناقض الرياضي السعودي الأستاذ عاطف الأحمدي أستاذ عاطف صباح رفل على حضرتك وأهلا بيك في عشر صبح في الأهلي صباح الخير أستاذ كريم وصباح الخير في كل بلد وأنا سعيد جدا بالتواجد بعض تشارب لينا يا فنم والحقيقة إحنا كلنا في مصر كمان سعداء واتكلمنا عن هذا الأمر على مدار الأسابيع مش مجرد الأيام القليلة الماضية فكرة أن أنتو عندكم في المملكة مشروع دولة حقيقي وابتدى يؤتي ثماره بالفعل مش لسه بصدد يعني إتيان ثماره فكرة وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي فكرة وجود أو انضمام كريم بن زيمة للدوري السعودي كان فيه كلام داير الكام يوم اللي فاتوا على أن فيه كمان مجموعة جديدة من الصفقات قد تصل إلى عشرة صفقات قوية جدا مع نجوم العالم في كرة القدم لينضموا هم كمان للدوري السعودي فخالص تهنين دا فكر زكي جدا وعبقاري جدا وأكيد أنتو لمست لي إنعكسات طيبة بالتأكيد أستاذ كريم اليوم تتكلم على خطوات متسارعة على مستوى تطوير الرياضة السعودية بشكل أو ممكن كرة القدم بشكل خاص اليوم عندما يكون عندك قائد ملهم بقيمة الأمير محمد بن سلمان ووزير شغوف بقيمة الأمير عبدالله من سلمان بالتأكيد نلمس هذه التحولات السريعة في عملية تطوير الرياضة السعودية والكرة التي تصدم تحديدا بالتأكيد هذه التطورات أو هذه التحركات لا إعكاسات على كرة القدم السعودية سواء على مستوى التنافسية داخل الملعب كدوري محلي حيث يكون له منتج طوي جدا صباح وهو المنتخب المنتخب السعودي لكن أنا كنت معاكم في مداخلة بعد مباراة السعودية والأرجنتين في كاس العالم كلام الكبير اللي شفناه وردت الفعل العالمية بعد حوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في شاح مباريات المنتخب في كاس العالم الجميع بدأ يتحدث بشكل حقيقي عن الكرة السعودية في ذات الوقت يمكن بدأ الكلام يزيد وبدأت الأنظار تتوجه بشكل أكبر عند الضمام العالمي كريستيانو نونالدو لبنادي النصر شفنا كيف كمية التوجه الإعلامي والحرص على مشاهدة الدور السعودي من كثير من القناوات حتى وصلنا يمكن لـ 150 قناة بتنقل في مباراة النصر بتواجد لاعب بقيمة اللاعب كريستيانو نونالدو بالتأكيد هذه لاحكاسات جدا مهمة على مستوى التسويق على مستوى التواجد الدوري بقيمة الدوري السعودي على مستوى أقصى العشر دوليات على مستوى العالم وهذا توجه حقيقي تماشى مع رؤية الشريف الثلاثين التي تطمع له الدولة حفظها الله بتحويل الرياضة من مسألة هواية إلى مسألة تنمية مستدامة من خلال مبادرات كثيرة على مستوى كل الرياضيات على مستوى كل الرياضة يا الله أخي الكريم لو اكتملت عمليات جلب المزيد من نجوم كرة قدم العالميين للدوري السعودي كده حيبقى من أخوة خمس دوريات كمان مش بس عشر دوريات وكان فيه كلام تقال على لسان كريسيانو ورونالدو شخصيا بس أنا عرفته من خلال السوشيال ميديا فمش قادر أكون وثق قوي في مصدقية الكلام بس يقال أنه قال أنه ابتداء من الموسم القادم بعد جلب المزيد من نجوم العالميين سيكون الدوري السعودي فعلا من أخوة خمس دوريات على مستوى العالم اللي تابع الدوري السعودي وخصوة المباريات المصر وشوفنا قمية التحديات اللي موجودة داخل أرض الملعب تجبر أي لاحب موجود ومشارك في هذه المناسبة أن ينقل هذا التصور الحقيقي على القرى السعودية لنا حظنا أول تصريح بعد الضمام بعد الضمام كليسيرو نادو لمنتخب البرتقال في أول أيام سيفا بعد الضمام والانقصر شوفنا كيف كان يصرح على الدوري السعودي عن قوة التنفسية اللي موجودة في الدوري السعودي شوفنا ردة المسائلة اللي موجودة عند اللاعب أثناء كثير من المباريات وخصوصا المباريات اللي لم يستطيع الانتصار فيها هذا أمر طبيعي وهذا هدف من الأهداف المطروحة في نقطة مهمة يا كريم الجميع حتما حتما سيشاهدها خلال الفترة القليلة المقبلة وافتح سوق الانتقالات الصيفية بعد عملية الخاصة اللي اتجرت خلال الأيام الماضي بتحويل أربعة أندية الأندية الجماهيرية تتكلم عن المستوى للقرى السعودية تحويلها إلى صدق الانتقالات العامة كمال لهذه الأندية اليوم اليوم تنعيش بإذن الله قوة التنافسية على مستوى التعاقدات في السابق ما كانت في قوة في عملية التنافسية على مستوى التعاقدات اللي تجعل تتنافس مع الأندية الكبرى على مستوى العالم سواء الأندية الأوروبية في المقام الأول أو أي نوع من الأندية الأخرى في عملية التعاقدات وجلب اللاعبين اليوم حتى اللاعبين لما يقدم له عرض من فريق سعودي يمكن في السابق كانت أول جملة هي عملية أو جملة الرفض لكن اليوم اللاعب سيفكر يعرف أنه رايح بدوري قوي تنافسية قوية على مستوى التسويق والإعلانات بشكل كبير على مستوى المشاهدات وهذا ما يطبح له كثير من اللاعبين موجود فعليا اليوم نتكلم على جودة حياة بالنسبة لنا كسعوديين أو حتى المقيمين على أرض هذا البلد العظيم أو حتى الجريبين من هذا البلد في عملية الحضور ومشاهدة ما كان لا يستطيع أحد مشاهدته لما كنا متابع اللاعبين العالمين لا بدنا نتابعهم في الدوريات الأوروبية اليوم هم موجودين عندنا كصفقات مبدئية تتكلم على كريستيان ونرادو بنزيمة وما سيأتي خلال الأيام المستوى الحقيقة الفترة الأخيرة المملكة العربية السعودية ودي حاجة أساعدتنا كلنا كمصريين بتشهد طفرة ملحوظة على كل الأصعيدة وعلى كل المستويات ومش بس على الصعيد الرياضي قبل ما أروح مع حضرتك للحديث حول بنزيمة أنا بس عايز أعرف من حضرتك ما مصير صفق التعاقد الهلال السعودي مع ميسي الأسبوعين اللي فاته كنت لسه بقول كده من شوية الأسبوعين اللي فاته كان فيه كلام كتير طبعا تزامن مع رحيل ميسي عن بي أس جي وكان فيه ناس بتكلم عن إمكانية زهابوا إلى الدوري الأمريكي أو عودته البرشلونة أو أنه يروح للدوري السعودي يعني الأمور وسطت في هذا الإطار وبشكل ممكن كل الأخبار تؤكد افتراب ميسي بنادي الهلال رغم من الدخول دخول لأندية كبيرة في عمليات المفاوضات هذا أمور جيد اليوم نما تتكلم على مفاوضات برشلونة يبغى ميسي نادي الهلال يحتاج ميسي هنا التنافسية هنا الأمر المحبذ اللي دائما نتكلم عنه إنه فرضنا أنديتنا وأنديتنا فرضت نفسها على متوى السوق السوق العالم هذا أمور جيد اليوم لو كسب الهلال هذه الصفقة بالتأكيد الخاصر برشلونة يستلم على خيار أمام لاعب برشلونة النادي اللي ترعرع فيه يمكن شهد كثير من إنجازاته ولادي جديد في منافسة مختلفة حال كسب هذه الصفقة بالتأكيد المعايير المعايير سيستغير كثيرا أخويا كريم كميل طيب فيما يتعلق بنزيمة يعني كواليس الصفقة دي كتعملت ازاي والله شو يمكن هذه الصفقة من شهر تقريبا نسمع أخبار يمكن قبل نهاية المنافسة يمكن من حسن الحظ في المفاوضة الاتحادي يعني من حسن حظ المفاوضة الاتحادي إنه الاتحاد حقق الدولي هذا بالتأكيد به انحكاسات مختلفة على مسيرة الصفقة بنزيمة أكد إنه هو جاي لنادي كبير نادي جماهيري نادي صاحب الجهازات عنده تحديات اتحاد اليوم أمام تحدي جديد اللي هو مشارك أو تنظيم ما ستنظم بطولة أندية كاس عالم حيشارك فيها الاتحاد بصفة بطل الدولي هذا تحدي مختلف حتى يمكن أول مشاركات بقيمة اللائب كريم بنزيمة حتكون في بطولة مثل هذه البطولة تحدي أمام الاتحاد يقدم نفسه بشكل مميز بالتواجد كريم بنزيمة أو حتى اللائبين اللي ستلتحقوا مستقبلا مع نادي الاتحاد أو آياند عودية أخرى بالتأكيد هذه التحديات جدا مميزة جدا ترفع من قيمة الأندية السعودية حتى يجعلها أكثر مشاهد على مستوى العالم كثيري ممكن ما كان بيعرف الأندية السعودية بعمقا أتكلم اليوم الوضع سيكون مختلف أتوقع أتوقع شخصي ولا أظالم هذا الأمر خلال السنة القادمة مثل ما جميع الرياضين على مستوى العالم بيعرف ريال مدريد وبرشلونة سيعرف الأندية السعودية طبعا وده شيء في حد ذاته يستدعي نحن نعيد التهاني مرة تانية على حضرتك وعلى المملكة العربية السعودية وعلى كل أهالينا وأشقائنا في المملكة على هذا تطوير الملحوظ بل والطفرة الكبيرة اللي حصلت مؤخرا الحقيقة ومنتمنى لكم إن شاء الله المزيد من النجاحات أنا بشكر حضرتك شكر جزيل كان معنا الأستاذ عاطف الأحمدي الناقد الرياضي السعودي شكرا جزيلا لحضرتك طيب خلاص انتهت بالفعل منافسات الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الموسم الجاري تعالوا بقى نتعرف على يعني ملوك الأسست إنجاز التعبير واللي طبعا يعني بيتصدرهم ماسي اللي صنع 16 أسست في الموسم الجاري وصلاح اللي صنع 12 أسست تعالوا نشوف يعني تفاصيل هذا الأمر من خلال الفيديو جراف ده ونطلع فاصل ونرجع بعدين نكمل الكلام تفضل لقيتنا النهاردة من 10 صبح في الأهلي أهلا من كل حضراتكم مرة تانية الحقيقة ضيفي اللي منورني ومشرفني النهاردة واحد من الأبطال اللي مكسرين الدنيا حرفيا مش تعبير مجازي مش سيغة مبلغة من الناس اللي مكسرين الدنيا حرفيا في البطولات القرية وكمان العالمية وهو أيضا صاحب 3 دهبيات وفضية في دورات البرلمبية سابقة وأرقامهم كلنا بنفخر بيها الحقيقة منورنا النهاردة كابتن شريف عثمان بطل مصر في رفع الأثقال البرلمبية صباح الفل عليك صباح الفل أسس كريم أنا مبسوط أنني في القلعة الرياضية النادي الأهلي طبعا في قناة النادي الأهلي مبسوط طبعا جدا أنني مع حضرتك وصباح الفل على كل مشاهدين صباح الفل عليك أنا اللي مبسوط ومتشرف كمان والنصر بيترفع والنشيد الوطني بيتقال والناس بتحس بالوطنية إحنا للأسف الشديد مش بنستشعل الوطنية غير في اللحظات مشابعة لما تشوف بطل من أبطلنا رافع رايتنا بالمعنى الحرفي في محافل دولية فأنا اللي سعيد ومتشرف ومتشرف لها طبعا وخليني أقول لحراك أن حراك بتقول الكلام بص أنت حسس بإيه وإنت بتقوله ربنا يخليك تخيل بقى اللي بيعيشه أه طبعا تخيل اللي ربنا بيجعله سبب فيه طبعا يعني أنت أنا دايما دايما بقول أن الرياضة رسالة طبعا الرسالة الرياضة بتخلي أي دولة في العالم ترفع العالم بتاعك وتوقف انتباه طبعا بدون فايت بدون قتال صحيح وعلى ذكر الرسالة دي رسالة أو الرسائل بشكل عام في رسالة ضمنية أنت واحد من الناس بعدتها كتير بس الرقع اللي يشوف الرسالة ويتمعن فيها فكرة أن ما فيش حاجة ممكن تعرقل أي حد أبدا فكرة الإرادة كنا بنتكلم من شوية على فكرة قبل ما نكون مع حضراتكم على الهوى في الفاصل جات سيرة التدخين وفكرة الإرادة والقدرة على الإقلاع على التدخين وكلام من فأنا كنت بتكلم بالأصالة عن نفسي وبالنسبة عن ناس كتير عندهم عطل ملحوظ في حتة الإرادة ضيفي النهاردة كابتن شريف هو العكس الصحيح هو الدليل على الإرادة لو حضرت ما فيش حاجة في الدنيا ممكن تقفل صاد البطل من دول فدي كمان حاجة تانية تستحق عليها يا ربي خليك شكرا جدا في الحتة دي أنا بقول مبدأي بقول أنه أي حد يقدر يعمل أي حاجة لو عايز لو عايز الرغبة الرغبة لأطور هل عملي بقى عشان بيك أنت شخصيا يعني من أول ما المشكلة اللي عندك أو الإعاخة اللي عندك ملت مع هذا الملف إزاي فكرت في إيه حسنت أهل قالوا لك إيه لا قريب كان في حد بيسألني هو أنا ليه دايماً بتصور بالتحيال العسكرية أنا ليه دايماً بتصور على المنصة فقلت له جملة مفيدة يعرف الجملة زريفة قلت له أنا صغير أنا تولدت طبعاً أنا طفل أنا مش فاهم أي فكل أي طفل في الكون كل الأطفال تماً كانوا نفسهم يبقوا زباط كل طفل صغير اللي بدلت العيد بتاعته بدلت الزب فأنا مش مدرك وهم أهلي مش عارفين يقولولي أن أنت مش هينفع تدخل كلية الشرطة فقعدت على الحال ده فترة طويلة لغاية لما أدركت أنه لأ أنا ماينفعش هدخل كلية الشرطة بس أنا حاولت أعمل اللي أنا كنت عايز أعمله وأنا في كلية الشرطة بس بطريقة تانية أي حاجة في الكون لها أكتر من طريق أنا كنفسي أشرف بلدي أشرف أهلي أسرتي ومش بس الزباط اللي بيعملوا كده الزباط بيعملوا كده قوات المسلحة بتعمل كده الشرطة بتعمل كده دكاترة بيعملوا كده المهندسين بيعملوا كده الرياضيين بيعملوا كده الإعلاميين بيعملوا كده وعلى فكرة اللي أنت عملته والإنجازات اللي أنت حققتها خليت كل المواطنين بما فيهم رجال الشرطة والجيش وقوات المسلحة يردوا عليك التحية العسكرية نفس التحية أنا حتى لما بفتكر أنا من صغري حتى الصورة جاء تهيت أنا من صغري وأنا دايماً بحب اللي بتعملوا القوات المسلحة والشرطة المصرية فأنا نفسي حي العالم فجيت في أول بطولة رسمية أول بطولة رسمية ليا كانت كوريا 2006 كانت بطولة عالم عملت فضة فاللي بيعمل فضة الثلاثة أعلام لو حررتك طبعاً فرقت على مراسم التتويج العالم بتاع المركز الأول بيبقى شوية متفع أعلى بعدين السلام الوطني بيتعزف لصاحب المركز الأول فعادت حزين أنا جداً أنا كان نفسي حي العالم من أول بطولة هل أنتش الغرض بالمجر آه لا أنا زعلان عملت فضة فأصريت إن أنا لأ أنا هتمرن تاني وهعمل أكتر وأكتر عشان خاطر أحي العالم وكان أول حدث كبير كان الدورة أولمبيا بيكين 2008 دي آخر بطولة دي كانت هنا في مصر دورة بطولة أفريقيا وكانت خطوة من خطوات التأهل لباريس 20-24 إن شاء الله طيب بداية مشوارك بقى الرياضي 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 أولاً أنا من أبناء محافظة المينيا من مركز بني مزار من قرية صفت أبو جرج خليني أقول لك إن أنا أخ لست إخوات ماشاء الله والدي أنا أكبر واحد فلك أنت تخيل إنه الإبن الأول الراجل سعيدي عايش في قرية تولد من عاق فالشعب المصري كله بتحكمه العاطفة فالناس كلها زعلت واللي جرانا يقول له ده أنا هجوزه بنتي ما تزعلش وإحنا هنساعده وإحنا مش عارف إيه فأه هو ده التعاطف فأنا لما بدأت أسمع الكلام ده بس حينما طبقت عروسة ببادري بادري آه بادري لا أنا ما عجبنيش الكلام أنا ما عجبنيش الكلام أنا قلت له لأ أنا عايز أعمل حاجة عايز أعمل الرسالة في حياتي تقول إنه لأ هو أي حد يقدر ينتج يقدر يساعد هو مش لازم المعاق حركيا أو بصريا أو أي نوع من أنواع العاقات مش لازم إحنا نساعد ولا هو ممكن يساعد الناس صحيح واشتغلت على الفكرة دي حيلم والدتي فيها كان إنه هي تشوفني دكتور فعتى ذاكر بقى وعرف واكتهد بقى لغاية لما خلصت السنوية العامة فلأ مجموعي ما جابش كلية طب أنا شاب بقى زي أي شاب فمش هدخل كلية طب فقلت لأ خلاص أنا بص هنا بقى الفكرة اللي هو أنت رايح كده فالطريق اتعرقل فلأ ما قفش ساكت أنا هروح من حتة تانية أنا هزاكر وهكتهد وهبقى دكتور في كلية الأداب اللي أنا دخلتها وبرضو دكتور اللقاء طبعا أنا عايز أحقق حلم والدتي ما جبتش برضو تقديرات كويسة في الكلية وبرضو مسكبتش مش ساكت أنا ما بعرفش أسكت أنا ما بعرفش أسكت الطريق دايما سالك ده زحمة روح من طريق تانية اتجوزت بالمناسبة بعد كده ولا لسه اتجوزت اتجوزت معي ثلاثة لا لا خالص اتجوزت معي ثلاثة أولاد ماشا الله ربنا بارك وأنا في السنوية العامة تحديدا في آخر السنوية العامة حد من قرائبي دعاني ألعب رياضة معي طبعا الحاجات البدائية البار كان عبارة عن مصورة ميا والطارات الأسمنتية اللي كلنا طبعا كلنا بنسمع أنا وإحنا صغيرين روحت في الأول بسرعة أبطال دي طبعا 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 بفضل ربنا بفضل ربنا أنا واحد منهم بفضل ربنا أنا واحد منهم أنا روحت في الأول وحاولت أجرب ومعرفتش أعدت حوالي عشر خمساشر يوم كده فكر وبعدين الناس قالوا لا تعالوا تاني وجرب تاني أنا كنت عشان أدخل دور حوالي أربعة خمسة حوالي عشان أعرف أتمرن دور اتنين واحد سندني من هنا واحد سندني من هنا واحد عند البار واحد بيديني البار طبعا فالفكر هنا أنه أنا عايز عايز حاول أنت عايز يعني أنت مش مجرد عايز أنت عايز وانت شخص معافر جدا جدا ما عندكش فكة يعني مبدأ أن لا حاجة ممكن تعطاني لا استحالة استحالة لا ما فيش مش موجودة فكرة الفشل عندي مش موجودة مش متاحة ما بفكرش فيها أصلا ليه صحيح أول حد فكر في الطيران كان مين عباس بن فرنيس طبعا الناس كلها اتهمته بالجنون جاء بجاء بريش وحاجات وطار من فوق الجبل وطار حبة وبعدين وقع ومات وقع ومات بس النهاردة كتب التاريخ أي كتاب بيتكلم عن الطيران بيقول أن الفكرة الأم ترجع لعباس بن فرنيس صحيح هو لو كان فكر زي أي حد دلوقتي أن أنا مش هقدر كانش زمان في طيارة نفاسة طيارات الأسرع من الصوت وأسرع من الضوء واء 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 طبما تكموحك واخدك لفيهم بقى على كده ملوش نهاية يعني أنت خلاص وقفت على منصات التطوير محليا وقريا وعالميا هدرب منافسات مع كوادق هقول لحضرتك حاجة في تعريف كده في اللغة العربية أنا خارج لسانسها ده في لغة عربية في تعريف كده لكلمة الطموح في اللغة العربية كلمة طموح أصلا مش معناها هدف مش معناها حاجة أنت عايز تعملها وخلاص كلمة الطموح أصلاً معناها أن هي أهداف متجددة ما بتنتهيش كل ما توصل لحاجة تختلق هدف جديد عشان كده تفضل موتيفيتد أنت عايز دايماً لسه عايز يعني في جملة سريعة كده أنا لعبت بطولة العالم 2006 كان نفسي عمل ذهب ما عملتش عملت مدالية فضل فقلت أنا هلعب الأولمبيكس نفسي هلعب الأولمبيكس لعبت بكين 2008 وعملت ذهب ماشا الله لأ أنا عايز ألعب التانية تحت بند إيه فكرة أنه في أبطال بتيجي كده بيسموهم أبطال بالصدفة بيظهر مرة واحدة يعمل مدالية ويختفي فأنا لأ أنا عايز أقول للناس أنه ده مش أنا فأنا لعبت لندن 2012 عملت مدالية ذهب ماشا الله فخلاص الفكرة ما بيتي موجودة فأنا عايز عايز ألعب الدورة أولمبياة الثالثة دلوقتي بقى أنا عندي حلم كبير أنا لعبت أربع دورات أولمبيا بس أنا ستلمش مش مش أفضل لعب لأنه عندنا في مصر لعبتنا مصر مميزة في اللعبة بتاع ترفع أسقال باراليمبيا في عندنا أبطال كبير كابت شعباني هادثوية خمس مداليات أولمبيا ماشا الله كابتن متولي مطحانة خمس مداليات أولمبيا أربعة بس يعني آه يعني اللي جاي إن شاء الله ممكن تبدينا في حتة حالة انت إن شاء الله قريسة عشرين أربعة ورحمة آه أنا موجود إن شاء الله إن شاء الله أنا موهل بالمناسبة عايز أليك على حاجة صدر دايماً أنا بقول إن في كل دورة أولمبيا بيبعندنا بعثة مصرية مسافرة وكذلك الحال في كل دورة فاراليمبيا آه مظبوط عندنا أبطال هنا وعندنا أبطال هنا تمام؟ بتلاقي الأبطالنا الأولمبيين راجعين بعدد محدود من الميداليات بالمقارنة بالعدد اللي انتو بترجعوا بيه في كل دورة فاراليمبيا مظبوط إيه الحكاية دي؟ والله الحال التفسير المنطقي للي بيحصل اللي أنا قلته في أول كناني الشغف اللاعب نفسه لو عنده شغف بس أنت أخوالة الشغف عندكم مختلف ما بتنتهيش هقولك ليه؟ مهو كذلك الدعاق في بقر الأولمبي ما هو رايح بعنده بنفس قدر عنده شغف بس أنتو شغف كهير بس هو هقول لحضرهاك حاجة اللاعب البراليمبي أي سايكولوجياً هكلم عنك سايكولوجياً أنا أنا كراجل معاقب أنا عايز أعمل هو دايماً الناس شايفاني ما أقدرش فأنا عايز أعمل اللي يخلي الناس تشوفني أقدر فأنا بدورش أبداً على الحاجة السهلة وما بزهقش أبداً هليئاً لك بتلك التركيبة الشخصية والنفسية ربنا يا خليك أسر ده جوز اللي يتجزأ بالنجاح اللي أنت حاجة أه طبعاً أه طبعاً أه طبعاً مسألة أنتو تابعين للاتحاد المصري ترفع الأفكار بطبيعة الحال صح؟ لا إحنا الرياضات الباراليمبية مسؤولة عنهم لجنة باراليمبية مصرية بتعادل اللجنة الأولمبية حتى اللجنة IPC بس أنتو بستحت مظلة الاتحاد المصري رفع الأفكار لا اتحاد المصري رفع الأفكار مسؤول عن اللعبة الأولمبية اللعبة الباراليمبية مسؤولة من اللجنة الباراليمبية المصرية طبعاً أنتو باراليمبية إيجاز التعبير أخبار الدعم إيه عندكم؟ والله الفترة اللي فاتت إحنا حصل عندنا طفرة في الدعم وفي الاهتمام الخاص برياضات الباراليمبية بصفة عامة وبلعبة رفع الأسقال بصفة خاصة يعني إحنا عندنا تحديداً بدءاً من 2015 وفعلياً من 2016 لحتى الآن كان عندنا مشكلة كبيرة وانتهت كانت إيه المشكلة؟ مادياً إحنا كنا في حتة والأولمبيكس في حتة لغاية لما جاء سيادة الرئيس عبدالفاتيح السيسي إحنا بنقابله بعد كل دورة أولمبية أو بطولة عالم وكنا موجودين مع سيادته في الأسر الجمهوري ودعم الأول لأبطال البراليمبيين من غير كلام صحيح كنا موجودين في الأسر الجمهوري في 2016 وأنا كنت واحد من الناس اللي اتكلمت الأولمبيكس والبراليمبيكس اللي اتنين يا رئيس بيرفعوا العالم المصري هو أنا برفع عالم تاني لا طبع صحيح لما بكسب فيه سلام وطني مختلف بيتعزف للبراليمبيكس لا فليه الجاب ما بين المكافئات الأولمبية والبراليمبية ليه أول رب منه كان إيه لا مفيش حاجة اسمها مفيش فروق أنت مواطن مصري رياضي مش مواطن مصري معاق رياضي مفيش مبدئيا عظيم عظيم مبدئيا من اللحظة دي حرفيا من اللحظة دي كنا في 2016 لحتى الآن ما بقاش فيه فروق يا لتك بدرت بمقابلة السيد الرئيس قبل كده بشوية كان نفسي والله صحيح كان نفسي صحيح بس حقيقي وفعلا دي كلمة حق من ساعتها وإحنا موجودين في الإيفنتات موجودين في مؤتمرات الشباب طبعا موجودين حرفيا بعد كل يعني أنا أخذ وسامة الجمهورية الرياضي من الطبع الأولى تلات مرات عابلت سيادة الرئيس كتير وبحضر مع مؤتمرات يعني وأي حدث بتنظمه رئاسة الجمهورية سواء لأبناء قوات المصلحة أو تخرجوا كلها الحربية أنا حضرت حاجات كتير والله أنا شاكر ليك وجودك بعين نهاردة ترجل من الجلسة بأطراف الحديث مع السيد رئيس الجمهورية في عدة محاكل ومنصات تتويه عالمية يعني توضع منك كده لا والله لا ده شرف لي أنا يعني أنا مبسوط أنه عارف حلو أنه ربنا يجعلك في مكان مسؤول عن فرحة الناس من أصعب اللحظات اللي عدت عليها في مشوار الرياضي الدورة أولمبيا لندن 2012 ايش معنى؟ ليه؟ ليه؟ الشعب المصري كان لسه خارج من 2011 آه ما كانش في حاجة تفرح صحيح ما كانش آه طبع آه كتفرح موضوع صعب الناس كلها شايفك وبتتفرج عليك وانت رايح تعمل حاجة تفرح تخيل لو رجعت من غير ما تعمل آه طبع لود مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة أنا فرحت أكتر حاجة في حياتي يمكن بأحداث الدورة أولمبية البرالمبية والأولمبية لندن 2012 آه عشان الشعب المصري 90 ولا 100 مليون واحد فرحه بسببك آه ده في حد ذاته صحيح شرف طبع هفضل أحكي وأفرح به لأولادي وأولاد أولادي مليون في المية ليك حق تفخر بهذا الأمر طبع بس فعلا يعني دورات أولمبية هنا وهناك بطولات عالمية وقرية هنا وهناك فكرة الاحتكاك مع الأبطال العالم البرالمبيين استفدت أنت شخصيا منها أنا استفدت كتير جدا أول حاجة استفدتها أنه خلق جوايا أهداف جديدة أنا من صغري وأنا بدور على المداليا الدهب بعد أن أدورت على المداليا الدهب شفت الناس بتعمل ريكوردز يعني أنا قريب كان فيه كتاب من كتب التعليم المصري بيدرسه فيه ستوري كده في كتاب اللغة الإنجليزية بيدرس قصة شريف عثمان عمل إيه والناس بتصور الكتاب وتبعتلي على الواتساب اللي هو أنت بقيت المقرر أستاذ اللي هو حاجة حاجة حلوة حاجة تشرب فيه أطبع وعارف اللي هو وما قطيته على علم عندي أنا بس اكتهت هو ربنا طبعا وفقني في الأول وفي الأخ خلي بالك أنت الفايدة اللي اتحققتلك كونك بطل بالكيفية اللي حب نكلم عليها وبالكواليتي دي عدتك أنت شخصيا يعني أنت مش بس بتشبع رغباتك وبترضي لا خالص أنت كمان بقيت ملهم لأجيال هو الموضوع هو كده من الأطفال بصفة خاصة بشكل عام وزاوي الإعاقة منهم بصفة خاصة إن إحنا حرفيا مبارح ده موقف حصل مبارح مبارح حرفيا لقيت حد من زماني بيتصل بي بيقول لي في واحدة ست بتمرن ابنها في المركز أولمبي المركز أولمبي ده مكان خاص بتدريب الفرق القومية أوكي فهو الولد في السنة ثالثة ابتدائي وشافك في الكتاب فبيسأل حد فقال له آه ده بيتمرن هنا فالولد نفسه يتصور معك ممكن تنزل تتصور معه ولتقول له ها طبعا هما لأنا يعني لو مش هعمل كده يبقى إيه لازمت اللي أنا عملته نزلت وتصورت معاه وقلت له بوريها لأصحابك ولو عايزني أزور المدرسة بتاعتك يعني أشجعهم أأذرهم أنت أنا مستعد والله بص لا عجب أن أنت تكون حققت اللي أنت حققته ده كله لأن أنت بداية إنسان جميل سلام يا رب نحلي جس جريم الحقيقة كل ما تحملوا كلمة من معنى أنا بتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق إن شاء الله فريس عشرين وعشرين ويبقى إنا قاعدة حلوة معك إن شاء الله وإنت جيدنا محمل بالمزيد من اللهبيات أنا بس عايز أختم كلامي بجملة إنه ما فيش حد بيعرف يعمل حاجة لوحده أكيد اللي حصل ده فيه وراء ناس مش متشافين فيه وراء وزارة شايوب الرياضة ممثلة في شخص الدكتور أشرف صبح فيه وراء اللجنة البراليمبية المصرية اللي حصل فيها في الفترة الأخيرة طفرة فيه إدارة ودعم رياضة البراليمبية المصرية فيه وراء أهل وحبري وران واسطاء زوجة وأولاد مستحملينك ومستحملين ظروفك وإن أنت دايماً مش موجود فيه وراء شركات رعية وناس بتقولك إحنا معاك طبعاً فأنا ما عملش حاجة لوحدي ولدك فرحالين بيك أه طبعاً أكيد أكتر مننا كلنا طبعاً ربنا يخليهم يشاء الله يقول لنا زي ما حرقهم ورزقهم 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 أفطال هم كمان في الرياضة برزق جداً شكراً يا رب يخليك شكراً جداً طيب يا حضرات خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام يا أهلاً بيكم مرة ثانية طبعاً لسه عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه مع حضراتكم متعلق بماتش الزهاب وبطبيعة الحال لازم نتكلم وباستفادة عن توقعاتنا فيما يتعلق بلقاء الإياب إن شاء الله لنهائي دوري أبطال إفريقيا كلام كتير هنتكلمه مع ضيفي العزيز اللي منورني ومشرفني النهاردة في عشر صبح في الأهلي كابتن صديق جمال النجم النادي الأهلي السابق يا صباح الفل وأهلاً بحضرتك معنا صباح خير كابتن كريم إزاي صحبك ربنا خليك أخبار خليك يكونوا تمام الحمد لله تمام يا رب دايماً في أحسن صحة وأحسن حياتك حبيب ربنا خليك قبل ما نروح بقى لماتش سواء الزهاب أو الإياب بس عشان فيه نقطة معلقة كده بنتكلم فيها من أول الحلقة وعايز أعرف حضرتك شخصياً شايف الموضوع إزاي موضوع كريم بن زيمة وفكرة انتقال نجوم كرة قدم العالميين للدوري السعودي وانعكاسات هذا الأمر على الدوري السعودي أول حاجة الدوري السعودي أنا شايف الفترة اللي جاية هيخطف الأدواء من بعض الدول العربية والأفريقية في بعض الدول الأوروبية يعني فيه دوريات احنا ما نسمعش عنها نادراً يعني زي مثلاً على سبيل المثال مثلاً المجر بالغارية ما تعرفش انت الدوريات فيه دوريات سنتبتقول إيه مجهولة شوية يعني عايزة متابعة جيدة جداً فالدوري السعودي استقضام رونالدو وبعد كده كريم بنزيمة وفي الطريق احتمال كبير جداً جداً ميسي طبعاً حاجة كويسة جداً بتعمل إضافة للكورة السعودية ومش من فراغ يعني فيه لعيب بممكن يحسبها مادياً بس قبل المادياً الدوري شايق جداً وقوي وبيجذب أي حد انه هو يروح الدوري السعودي مش دوري ضعيف ملاعب إمكانيات تنظيم على أعلى مستوى تحت كورة ما شاء الله منظم فالحاجات دي كلها بتصب في صالح إن أي حد من لعيب الكباري روح بنزيمة زي ما حضرك عارف هو قد 14 عام في ريال مدريد حقق 25 بطورة تقريباً أو حقق كل النجاحات من دور الأبطال الدوريات المحلية عندهم الاستحاقات السوبر فطبعاً تشبع بالبطوات يعني عمل رصيد كبير جداً 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 فهو حسبها برضو في الفترة الأخيرة أنه ممكن تكون فيها جزء مادي يعني أنا سمات حضرك بتقول 200 مليون على المبلغ كويس جداً لو تلقت مواسم 600 مليون وعندين هيحس بارتياحية هناك وهيبقى في استكراره كمان ما شاء الله حتى اللغة بتكلم عربية لأنه أصلاً جزائري وعنده كل اللغات كل اللغات فحس أنه برضو قريب لأن الدوري السعودي فيه محترفين مميزين جداً في الهلال في الاتحاد في النصر غير الأسماء اللي احنا وعندهم كمان لعيبة وطنيين يعني محليين واللعيبة مميزة جداً بالدوري السعودي عندهم لعيبة لمنتخب قوي وبرضو إيه اللي بيخلي اللعيبة تبقى عندها ممكن القبول أن هي تروح الدوري المنتخب السعودي لاب مع الأرجنتين كيسب الأرجنتين برضو دي بتضاف لرصيد الكرة الأسيوية وكرة السعودية فلما اللعيبة كلها حتى ميسي والناس اللي هم في أوروبا في المنافسات بتاع كأس العالم كله شاف المنتخب السعودي فدي مش من فراغ ما أنت برضو أنا عشان أجيلك لازم أنا أكون عندك هنا عبيك وانت عندك الإمكانيات اللي تؤهلنا احنا الاتنين نتحمل مع بعض فالحاجات دي كلها بتصب طبعاً في صالح الكرة السعودية إنهم يجيبوا لعيبة كويسة وأنا شايف بنزيمة هي بقى ضافة الاتحاد السنة دي خد بطولة الدوري قبل المسابقة بمورتين كان المنافسة قوية جداً جداً مع النصر العلال من الفرق قوية جداً في السعودية المسلم من الفات كان بعيد طول عمره أه كان بعيد عن الدوري العلال فريق قوي جداً جداً وطول عمره كان من أيام عبد الرحمن بابن مساعد اللي كان مسؤول على النشاط الرياضي كرة كلها في العلال كان يجيب لعيبة أجانب كويسة جداً والعلال متصدر على طول واخد أسيا كذا مرة وبيوصل نائيات فطبعاً الكرة السعودية فعلاً تخليك إن انت تتشد إن انت تتفرج عليها وما فيش شك إنه كمان الشدة دي حتزيد أكتر وأكتر لأن الدنيا حتحلوه أكتر وأكتر لما يتواجد بقى هذا الكامل من نجوم العالم في الدوري السعودي فتعال بقى نروح لي نحن بقى خلينا خلينا فارقنا أكيد وقبل ما نروح للقاء القياب عايز أعرف رؤية حضرتك لماتش الزهاب تمام وهل شفت في ماتش الزهاب ما يقلق في ماتش العودة بس حضرتك تفرجنا عن المباراة الأولية الزهاب كان فيها كوارس مش يقلق بس طبعاً كوارس يبقى بتتكلب على التحكيم ودي نقطة لازم نقف عندها طبعاً لازم نقف تعالى تحيدها مؤقتاً من الكلام وحنروح لها وباستفادة أصل هي مربط الفرس هي يعني لب الموضوع دي الأول لأننا أنا يعني 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 بصراحة يعني زعلان جداً جداً أنه حرمنا من حاجات كتير حكم أول حاجة هو ليبي وآخر مباراة لي مش حكم تاني رجعنا للذاكرة العرجون لما كان بيحاكم نينا عندنا في النادي الأهلي واخسرنا في مباراة في مصر 3 واحد اقترض على المدنة النحاس وبعد كده بطل تحكيم فاحنا موعدين بالكوارس اللي هي بتبقى صعبة جداً في مسيرة النادي الأهلي ليه بقول كوارس يا كابتن كريم الوقت انت فيه ضرب الجزاء مليون في المئة لحسن الشحات ليه مرة رحتش على الفار ليه ما بصتش عليها ده دي لازم تروح تبص اللي هو راح للفار ولا مسؤول الفار ندهول أو استدعوه أبص ماديك اللي اسمه غربال اللي هو كان قاعد جوه على الفار لازم ينبيه اللي أصعب من دي بقى خليك تزعل جداً جداً ما عرفش إيحيا جبران تمست اليد اللي خده بإيده كان آخر اتنين في الملعب برسيتاو وهو وقبل السنتر بحوالي عشر يارد خمانش يارد اتعدت منه برسيتاو راح انفراد حتى لو ما دخلتش بس راح إنما ده لما خده بإيده في القانون ده ده آخر واحد في الملعب لازم أحمر إزاي تتديله أصفر فدي من ضمن الحاجات اللي خليه الواحد ده يعني زعلان جداً اللقاطات الفوتوغرافية اللي انتشرت على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة اللي هي موضحة أوي الحركة بتاعت الإيد ده مش بس كارت أحمد ده يتعمل له محضر ده عمله أحسن من الحارس وبعدين واضحة في نص الملعب أوي واضحة أوي وما فيش زحمة يعني هم لعبين برسيتاو وهو يحيى جبراندا مش عارف هو ولا الثاني يحيى عطيته الله بس هو أكيد يستردبك هي عدة مرحلة الوضوح مع الحاكم صفر عليها بالفعل بس القرار هو اللي مش لا يتساوع مع هاول اللي حصل يبقى الحاكم ده تعدهاله واللي هو كده أساء في التحكيم وحرم النادي الأهلي لأنه لما يكون نتيجة مثلاً نواحد سفر ويجيب جون تاني يبقى تنين لو انت كسباني اتنين وجبت الثالث في دي ثلاثة سفر كنا احنا ارتحنا جداً جداً غير كده العيب ده مؤسر جداً فنياً مع فرقة الوداة لأنه فيه مباراة الاياب هو العيب أساسي لو طرد كان يعطينا أفانتاج اللي برضو يبقى كوة ضربة كويسة غريبة بتوضح النقطة والتفاصيل دي كلها ليه لأن الأمر لا يخلو من ممكن يكون فيه واحد بيتفرج عنه يا عام انتوا بتدوروا على شماعة الحاكم يا عام كل مرة طولنا الحاجات زي كده بتسمع النقطة ما دي مش شماعة فعلا ده واقع مرين ملبوس وحقول النادي الأهلي ومشروعة إن أنا لما لعب زي ده ما لعبش هناك ياخد البطاقة الحمرة أنا هستفيد بالجزء اللي باقي من المباراة كهربة أي حد من نص ملعب كنا ممكن نروح نجيب جون واثنين وثلاثة هتعديك فرصة كويسة جداً جد فده جيب صراحة ضلم علينا وبعدين كمان ما عليك كمان الهدف جيه يعني الواحد زعل جداً جداً جاي في توقيت صعب وبوز كل السيناريوهات بتاعتنا والحسابات بتاعتنا هنخش في حتة تانية نتكلم فيها بعدين مع حضرتك فنياً بس أنا بقول الحكم كان من أسوأ الحكام اللي حكمت للنادي الألي في مبرامة صيرية زي دي فما ينفعش أنسيان توقعاتك بقى في مطشي القيام التحكيم هيكون عامل زي كان فيه كلام على الحكم من الثيوبي وكان فيه استنكار واستهجان من الكثير من الناس أول ما عرفوا اسمه بص حضرتك الأول مرة أشوف ميستر كولر يبقى متعصب أو مجدود لأنه حقه ده مدير فني ماته أكلم عن ده بصريح العبارة في المؤتمر الصحب برفع ليك أنت عمرك حضرتك يا كابتن كان يشوفته مجدود من ساعة مجمسك النادي الألي أكتر مدر بجي النادي الألي زي فايلر عنده سباة مفعالة وهدوء تام وبيشتغل يعني ما فيش أي توطر وحتى لما يجي في الأهل جون ما فيش عصبية بس لما شاف حاجة خارجة عن النص انفعل جدا جدا فلما شاف كمان المباراة اللي جاية مباراة مصرية النهائي ومباراة خلاص بقى فيش بعديها يا مباراة وخصوصا أن حزبتها تعقادت كمان الحسابات برضو على الورق غير الملعب أنا شايف نتيجة 2 واحد الحمد لله احنا كسبنا قبل أي حاجة والأهل قادر يتعامل بس حتة ميستر كولر ينتبه برضو على حتة التحكيم لازم يلفت نظر الناس والاتحاد الأفريكي والناس اللي هتعين حاكم للمباراة التانية يكون عندهم ضكة في الاختيار لأن انت لسه طالع من حلقة واحد ظلمك ما تجيب ليش واحد تاني بر برعبنا عشان يأكد الظلم هو مش المفروض في الظروف المشابهة بيتم جلب حاكم من خارج قرب اللي فيها المفروض أصلا اللي ضمان الحيادية التامة المفروض الفيرب ليه يكون هو بعيد عن الساحة يعني مثلا حتى لو جابوا حكا من آسيا بحيث ان هو ما يبقاش يعني ما يبقاش إيه مع ده ولا مع ده طبعا عشان ما يقولكش مع اللون هقولك على حاجة كابتن كريم حصل حاجة في المطش وممكن مش كتير قوي من الإخوة المشاهدين خد باله أنا كنت مركز جدا نتفرجت على المباراة في البيت كنت راح للأستاذ وموات الساعة خمسة وما حصلش نصيب رجعت يعني كنت في نادي الأهل يومية اللهم صلى على سيدنا حمد حسنا مهمة جدا الموزيع المعلق كل التأدير والإحترام ليه نحبه جدا اللي هو التونسي طبعا قالك بعد ما جونجي انفعل قوي أنا أول مرة أشوفه مجدودك لما جونجي في النادي الأهلي مش عايز أقول فرحان بس الانفعل بتاعوا لك ياه ده لسه بقى في كذا بلانكا ده فيه ستين مليون ستين ألف مجنون هيبقوا في الملعب يعني أنت بتنبه الناس يعني إحنا عندنا خمسين ألف هناك ليهم ستين ألف جمهور النادي الأهلي جمهور كواس جدا جدا وجمهور محترم ما بينفعلش وبيحافظ برضو على المنافس بحافظ على اسم النادي الأهلي بره الناس دي بتشتغل بعصبية زي مباراة بتوع الترجي شفت لما وقفولهم مباراة فييجوا مجدودين علينا طب انت بتلفت نظرنا يعني إيه ستين مجنون في الملعب في كذا بلانكا والله العظيم سمعها التلفزيون هو بيزيق فكل العقاد دي ان شاء الله مش هتبقى مؤثر وطالما حدك يعني فتحت باب الكلام في النورط دي والحقيقة مش لوحدة أنا زعلت ومش بس على الجملة دي وبشكل عام يعني ناس كتير حتى زعلت فيه كتير من الناس شايفين ان طبعا هو رجل له كل التأدير والاحترام ده حاجة بره للحسابات وليه حبة ومعزة كبيرة في قلوب المصريين بصفة خاصة بس فيه ناس كتير قال لك ما معناه انت جزء كبير من نجوميتك اتحقق بمعرفة جماهير النادي الاهلي صح لما بيزعل الاهلي فهم ازاي بيبرق كده وبيتلمع لما بيزعل النادي الاهلي بعدين احنا مش طالبين ان محابة لصالحنا لأ احنا عايزين حيادية مش عاكتر ولأ للأسف كل المصريين بيحبوه مزيع كواس جدا مهلق كواس جدا طبعا طبعا وعنده ثقافة عالية جدا في الكورة بصراحة بيمتع بس انا كان يعني ازعلت من الحتة دي بس انا شايف باذن الله مفيش حاجة أسرع النادي الاهلي النادي الاهلي تحط في مواقف أصعب من دي بكتير مع الترجي برضو في تونس مع الصفاكس وكان نتيجة كانت برضو عندنا هنا في مصر كانت موليها جدا ومع الهلال نفسه بس الحتة دي في جهاز فني على مستوى عالي في جهاز فني على مستوى عالي في لعيبة خبرات كبيرة في منظومة كبيرة نسمع كابتن الخطيب ان شاء الله يكون موجود مع البعثة وكابتن حسام غالي ببنع الكلسات دايما حلوة وجود كابتن محمود الخطيب طبعا بتدي حافظ ودافع إضافي عند اللعيبة حضرتك بتدي باور بتدي برضو روح عالية جدا جدا لما بيشوف الكابتن قدامه ولما بيقعد هي بتدي باور هي بتدي باور وبتحملك المزيد من المسئولية من المسئولية عبق برضو هي مش عبق برضو ايه بتبقى إيجابية أكتر منها سلبية العبق ده انه بيديك روح عالية جدا الناس كلها نفوفة حوالين الفرقة وبالذات رئيس النادي عظام مجلسة إدارة فلما بيشوف الكابتن أو بيقعد حتى حاجات مفرادية مع اللعيبة أو بيبقى موجود في أي جلسة بين الخبراته الكبيرة وبين المعنويات بتاعته بتاعت جمهير النادي الأهلي الطموحات الناس مستنية منكم فكل حق دي كلها بيخلي العيبة تنزل بتنزل إن شاء الله بإذن الله بيقاتلوا في الملعب ويوميش جديدة عالنادي الأهلي يعني يشوف حضراتك بقولك مرينة بمواقف صعبة جدا جدا أنا بيس الكابتن وتواجدوا أصلا سواء في التيتش أو في البعثات اللي هي خارجية في المبارات الصعبة بيبقى فيها بتدي حاجة كويسة جدا جدا للفرقة ولجاز الفن على ذلك المبارات الصعبة واحنا مش هنختلف أكيد إن اللقاء القادم هو لقاء صعب أبرز نقاط صعوبة الماتش ده في رأيك إيه هي أصعب ما في الماتش اللي جاي الماتش اللي جاي إحنا طبعا تقدمنا بهدفين ودخل فينا هدف فهناك المباراة أنت دلوقتي أي فوز أو أي تعادل أوه لا أي تعادل لصالحنا أي فوز إن شاء الله إحنا إيه ممكن بإذن الله إحنا لو جبنا جون هنربج كل حساباتهم هتلقبط الدنيا بس إن شاء الله ما يجيش في نجوة أصعب حاجة إن إنت يجي فيه جون طبعا والذات في أول ربع ساعة أو أول تلت ساعة طول ما إحنا متماسكين ووقفين على رجلنا وفيه ترنزيم دفاعي كويس جدا جدا نيجي بقى يعني إيه عن اتطرق للحتة الفنية عشان نادي الأقلي بإذن الله زي ما حضرتك تفضلت بطول أصعب حاجة ما أصعب حاجة دي هنتكلم على الفنيات نادي الأقلي التشكيل اللي اللي اللعب به إن شاء الله ممكن يلعب به المباراة اللي جاية وممكن يبتدي به ممكن بنسبة كبيرة جدا هنا كان فيه تخوف والناس كلها كانت ألقانا وتوتر من حمدي فتحي ومروان أعطيه إن كان فيه بطاقات دا كان عنده بطاقاتين دا بطاقاتين كل الخوف والحظر إن إحنا المباراة اللي جاية ما يخدش بطاقة بمصر ما يلعبش يماطش النهائي لوقتي خلاص ما عندكش حاجة تبكي عليه فالتشكيل هو دا المناسب لو حصل مثلا السورية دخل بخبرته حمدي قاعد حد قاعد برضو إيه كلها إضافات للنادي الأهل أهم حاجة عندنا دكة كويسة واللي ينزل إن شاء الله بيبقى بيزا بقوله بيصنع الفارق التشكيل موجود هنلعب الأربعة اللي لعبوا هنا الأساسيين معلول وهاني واسمه عبد المنعم وياسر وفي نص ملعب ديانج وعطية وحمدي فتح وتاو الشاحات وكهرباء هيبقى ليه دور برضو مميز جدا لو بدأ شريف دي بتاعة البدير الفني بس أهم حاجة في المباراة دي الأول ربع ساعة أو تلت ساعة خمسة وعشرين دي لو نحن لو جرينا المباراة السيناريو زي ما احنا عايزين مدرب أهم حاجة ما يجيش فينا جواه ما انت عندك في نفس الربع ساعة دي الخريق المنافس وده شيء طبيعي ومنطقي جدا وبينقصين كده أخذم اللي اعتبر انه هايبقى داخل الماتش ده هو جريح هيلعب بشراسة نتيجة الماتش اللي قابلي معاي طي هايبقى نازل برضو عايز يولى عديني هيلعب بشراسة وهيلعب بكوة وهيهاجم بس برضو همع مدرب برضو على مستوى عالي جدا ويعني برضو عنده ثقافة عالية اتعامل في مباراة سان داونس لا مدرب محنك ياه طبعا وكويس جدا يعني طبعا فمش هينزل كده يفرط يحتخل هاجم على النادي الاهل لان اي حاجة هتبقى مرتدة هتبقى في صالح النادي الاهل احنا عندنا عناصر في الفرقات الفردية كويسين جدا جدا حسين انا عندك برضو تكتل دفاعي عندهم ما هو منك مش هيدافع لا ما هو منك مش هيدافع ما أنا بقول لحضرالك لو احنا عملنا تنظيم دفاعي وان شاء الله هنلعب بتلاتة مثلا في نص الملعب لو لعبوا نظام فلات اللي هم ايه يقفلوا نص الملعب الحاجات اللي علينا الناس اللي على الاطراف هيرجعوا شوية نص الملعب هيبقى عندنا كترة عددية لاستحواز اي كرة اتنى هتبقى بتاعتنا غير اما احنا نطلع نهجم او نلعب اتنين نص ملعب هتلاقي فيه مساحات عندنا فالراجل زي ما لعبنا قبل كده مع الرجاء فهو الراجل بيعرف يتعامل مع المباراة الكبيرة وبيعرف يقفل كويس جدا 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 احنا عندنا فرصة كويسة ان احنا ربنا يكرمنا ممكن نخطف هدف ان نخطف هدف ازاي ان هم لو بيضغطوا عندنا الحاجات اللي هي بقى فيه مساحات في خط ظهر عندهم لان بيضغط لان انت لما كل ما هتقفل كويس انا بقولك نص ملعب بيقفل والاتنين اللي عطراف هينزلوا لما كل هجم علينا انا برضو ان شاء الله تتقفل الحتة الناحية اليمين الناحية معلول واخبال حضرك عشان برضو دي بقى فيها خطورة اللي جيب جوم منها ايه ونجم كورت كويسة جدا بيعمل كورسه منها حتة وعنده سرعات برضو لما تحطت الكورة تلعبت بسرعة لا ان شاء الله نقفل بقى الحاجات دي سواء من ناحية علي او من ناحية هاني بالناس اللي هي على الاتراف لما معنا الكورة الناس دي بتطلع لفوق وممكن كهرباء او شريف ان شاء الله يبقى فيهم ساحات بزي مولتا حضرك من الاول طبعا السبات الانفعالي الهدوء عدم الانجرار للتعصب بتاع الجميع بتاعتهم عدم التسرع برضو في نقل الكورة عشان ما تبقاش انت تبقى مضغوط تنقل الكورة اللي يكون فيها اخطاء بتبقى الكورة التانية عليك خطرة طبعا ضقة في التمريدات سرعة في نقل الهجمة لان الحاجات دي مش عايزة بط احنا بنلعب بره ملعبنا الافنداج اللي عندك في ملعبك بتبقى فيه رتيحية لان ما فيش حد يجي ضغطك في مصر استحالك فرقة تحطك في التمنتاشر او في الصندوق ولأ انت في ملعبك مهما كانت ولو حصلت مع نفس المنطق برضو حيبقى معك ووسف حالة الموتش القيام مع نفس الكلام حينطبق على الوداد بالنسبة لحتة الهين الحتة اللي هجومية علينا الحتة اللي هجومية علينا مانا بقول لحضراتك بس مش هيبقى انا بكلمك على فكرة ان صعب زي ما حدك كنت تقول من شوية ان صعب حد يجي في مصر يحط فريقك في خطة التمنتاشر فترة جميرة ونفس الكلام ينتبق عليهم هما هناك حيبقى برضو صعب تحطهم هما في أرضهم محنا بنلعب بخطة في توازن مانا قلت حدك ايه مستر كورة مش هينزل يهاجمهم نحطهم في صندوق لا ده احنا بنلعب منص ملعبنا وتركيز اهم حاجة زي ما قلت حضرك نقل الكورة السريع الاستحواز ما نفقتش الكورة بسرعة الهدوء التام اي فرص تيجي لازم يبقى فيه دقة لان ممكن الفرصة تجيلك ما تجيلكش تاني اي حاجة لنا ايجابية على الجون هتفرق معنا يعني بنسبة كبيرة جدا جدا لان الجون هيربك حسابات المدرب ويركب حسابات الوداد ويجاء مهيره بالمنظومة بتاعته فدي اللي احنا ان شاء الله بإذن الله مثل الكورة بيشتغل عليه هو هادي جدا يعني هو مش بتحصب وبرضو بس أهم حاجة بإذن الله ما يجيش فينا هدف ولقدر الله لو جيه هدف نتماسك لان الكورة ورد فيها كل حاجة السيناريو المباراة انت جب تجون جب تجون مش هتغير من طريقة هتقدر برضو مقفل واستحوز لحد كل الوقت ما يعد واحنا النتيجة ايجابية لصالحنا كل ما يكون في توتر ورعونة وعدم السيكة كل دي هتهرب من الفرقة المنافسة وتلاقي فيه لغبطة لقدر الله جيه فيك حاجة انت ممكن تتوتر وتنعكس عليك السورة بالسرعة متأكد إيه اللي بيفرم عن نادي الأهلي في المبارات الكبيرة بفضل الله يعني عندنا خبرات كبيرة اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي مروا بمراحل كتير زي دي بالزبط نهائيات والنتيجة ومعظم الجيل الحالي مره بالتجربة دي قبل كده كتير اه وسعب بيبقى سفر 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 انت داخل ما فيش حاجة في ايدك ايه انما الحمد لله احنا احرزنا هدفين اه جون اللي جي ماشي ما فيش مشكلة وارد في كورة القدم يحرز هدف ايه جي فيك هدف فبرضه احنا كسبانين مش عايز برضو الناس تقلق الجماهير لازم الثقة الكبيرة تعارفة كابتا صديق هي اللي حصل بمجرد دخول الجول ده فينا ومش هكاية قلة قدم هوا عكننا يعني تعكننا عارفة متقول على جول ملوش لازمة المكانش ليه لازمة ان يدخل فيه فده اللي عكن على الناس يعني هو ملوش طعم وجون رخم خلى الناس يعني انا لما الجون جي والله كأن حد كده يعني خبطك بحاجة على دماغك حسيت ان مريش اتزان مش مستنيينه احنا ركبين المبراه وكورة معنا والاستحواز وبالروح بس هي كورة القدم هي اخطاء ده والهدف بتيجي من ايه لا الهدف بتيجي من ايه خطأ طبعا وفيه اه مهارة من من اللي معاك كورة وفيه تاكتك وفيه شغل بس باخطاء اغلبية اخطاء دفاعية لعيب بيغلط تشتيت الكورة لعيب مثلا بيباصي باس غلط بيتضغط عليك يعني فالحاجات دي وردة في كورة القدم والحارس نتكلم برضو عشان يكون منصفين الواحد اي جميل قالي كنت قالي انا جدا ان من الشناو مصر مصطفى لعب لما مصطفى لعب تحس انه هو بيلعب في النادي الاهل الاساسي بقاله مثلا من اول الموسم بقى ريحية شديدة امفراضين واحدة جوه الستة شالها جوه بيده حاجة محترمة جدا طبعا بس الواحد سيب عليه برضو مصطفى ان الجون لا يسأل عنه ان الجون اتخطفنا فيه يعني لو حد ضغط على الراجل ده مش يعملها من لعبة نصف الملعب اللي هو جاي مكمل لو حد مد رجله من المدفعين فيه اللي هو اللي هو المهاجم لمسها برجلية رهيتراحل اللعيب بتاع الوداء رهي عملها بطري فانا بقول لك الاهدف وردة الاخطاء وردة في كورة القدم بس المهم ان الحمد لله عندنا تيم كويس عندنا لعبة على مستوى عالي جدا جدا بذات الحتة اللي في القلب ياسر عبد المنعم لما يكونوا مركزين شفت لعبه كاس عالم أندية ولعبه في البطولات قبل كده بيشيلوا فرقة النادي الأهلي وعلي لما يكون واقف على اللي كوة ضربة نفس الكلام هاني في كمة مستوى ما شاء الله الفترة الأخيرة حسين الشحايت برضو كنا عمل شغل حسين مختلف اختلاف كبير جدا لما كان مع ميسماني ومع ميستر كولر بيعمل كل حاجة في الكرة تهديف أسستات يعني شفت عمل الجون لبير سيتاو حاجات فانيات بير سيتاو كمان هو كمان حقيقة عمل شغل برهاجل بير سيتاو برضو الفترة اللي هو كان بيتصاف فيها كان الأحمال التدريبية كانت عالية عليه على محتاقت فطبعا الناس في الأهلي بسم الله ما شاء الله التدرك والحتة دي برضو الأحمال بقيت خفت شوية عنه ما بقيتش الضغط عليه لأنه برضو ما كانتش واخد على الشغل بتاع النادي الأهلي في الأول فتلاقي كان بيتصاف دلوقتي في كمة مستوى لأن الفورما بقت عالية تدريبات على مستوى برضو البدني بتاعه فمش هو ده اللي كان موجود قبل كده تسأل لها حد من النادي الأهلي البزات اللي بشجعه يقول لك لا ده الصفقة ديش دلوقتي رقم واحد شفت حضرت جاب الجون طبع ما نطش عمل جمب لا ده وقف مكانه عملها بعدين اللي حاطل على الأرض واحد لواحد كهرباء الحمد لله التالتي الأخران بتاعنا مميز جدا جدا كان ممسوق جابة كهرباء في المطش بص يا كابتن كريم أنت ما يكون عندك حد مميز وطبعا على الساحة بيسجل ومهارات وكل المشاركات وعدين جاي بجوان ما شاء الله جاي بستة سبعة جوان فمميز فطبعا لما أنت بتيجي تلعب أي فرقة زي المدير الفني قال لك إيه قال لك مروان عطية لفت نظري جدا وخايف منه في نص ملعب مدير الفني بتاع العودات نفس الكلام كهرباء فبيعمل إيه بقى فيه حرص بقى فيه ركابة شديدة طبعا يعيين له اتنين لعيبة بس كي آه هو قريدي اتنين اللي بلعبوا اللي في القلب واحد مثلا بيلعب عليه والتاني برضو بقى قريب منه حتى اللي الطرف لما كورة بيتطرف هو بتلاقي اللي بيتطرف بتاعهم الباكليفت أو الباكرايت بيرح ميل عليه بيجي عليه ستباك فتليه مخلوق بس هو عنده امكانيات وقدرات عالية جدا جدا مهرية بيشتغل كويس الكورة معاه بيشتغل كويس مغير الكورة بيعمل محطة كويسة اللي حاجات اللي هي الفيال وان تو الحاجات دي هو عالي جدا شفت الجون يعني بصراحة مهارة عالية جدا لما حسين عملها راح هو بيسميها ايه باللغة يعني ايه الفلاحة كده ضربها ألم كرة راح توقف قدامه يعني ايه عمل كده بيت قدامه يعني سيطر عليها طبعا وروح عاملة بيشتغل ممكن واحد تاني يجي يتسرع يعني حمدي فتح جات لوحدة هو مفروض كان دخل خدها بصدر ودخل بيها جوا لأ حمدي تسرح وعايز شوتها خبط لعب الوداية فتعطل فتعطل الفترة الأخيرة اضافة كبيرة جدا جدا وانا شايف ان شاء الله بإذن يعني بتمنى من الله ان اليوم المباراة نبقى موفقين كاتير منها دي الأهل يا رب ان شاء الله لان دي بتفرق معاك اه طبعا ان ماكون اللعيب متوفق اه طبعا مركز في المباراة طبعا في جزء مهم جدا من النجاح في الآخر اه ومباراة كبيرة مباراة كبيرة جدا فنحسمها ان شاء الله لصالحنا لان كاز غالي جدا وان شاء الله تبقى رقم 11 يا رب فدي حاجة تبقى مميزة يعني هل بتحس بأي فروقات في كيفية ادارة ميستر كولر الفنية للفريق محليا بالمقارنة بإفريقيا ميستر كولر اه انا يعني فضلت قبل كده كذا مرة مع حضرتك او في اي مكان بطلع فيه كل ما بيقعد فترة كبيرة في النادي الأهلي كل ما بيزداد نضج بالنسبة للرؤية الفنية للعيبة النادي الأهلي عم عنده رؤية كويسة جدا صحيح حفظ اللعبة كلها مشاركات كتير مع النادي فبيبقى ما شاء الله في التعامل سواء في الدور المحلي دور المحلي بماذا هو احنا الحمد لله متصدرين وعندنا مؤجلات ففي ارتياحية ايه ما فيش دغوطات علينا لما بيجي يلعب مع الفرق هو اهم حاجة عنده برضو التلات نقاط ايه عشان يعمل فرق نقاط يبقى حسم الدور بكوة ما يستنىش لأي حاجة تاني فبيجي يلعب برضو بيركز على الفوز وفي كل المبارات سواء مع فرقة صغيرة او مع فرقة كبيرة عنده توازن في حتة اللعبة في فرقة النادي الأهلي بيحترم الفرقة الكبيرة وبيحترم الفرقة الصغيرة لا ايه ما بينزلش برضو على طول يهاجم لا بيعمل استحواز في نص الملعب الهجمات ومطرة جس النبض او منظمة وعنده حتة هدوق مش عايز اقول السوري كلمة تانية لا بلا عنده ثبات فعل ليه هادي جدا جدا لعشان برضو بيعرف ايه اللي عايزه من بوراة وبيعرف مستوى الخصم اللي بيلعبه بيحسم كل اللقاءات اللي هي المحلية من باتشاطة الافريقية نبق فيها وبالذات بعد دور المجموعات دور المجموعات كل الناس كانت مشككة في النادي الأهلي بالذات لما حصل الدوروبة طهي عسان دول كان تتخبط برضو لا ما بقول لحضرتك فنيا وردة طبعا فيه ناس بيجي لها الدوروبة ده ما بتطلعش منه صحيح اكي انها مريضة ممكن تقعد فيه سنتين تلات صحيح فرقة كتير مش عايزينه قد أسامين طب انها بفضل الله الأهلي ازاي بيمرض لا يموت الحمد لله صحيح فلما طلع من المجموعات لا دخل بقى على المتشاطة التانية المرحلة النهية زي ما انت شايف كوة سرعات فنيات تاكتك فهو بيركز مع الفرقة الكبيرة وبيتعامل كويس جدا جدا المتش اللي جاي من ضمن المباراة زي مباراة الكاهرة هيتعامل معها باحترافية وان شاء الله بإذن الله يكون اللقاء اللي جاي ده هو مركز فيه جامد عشان نحس من المباراة وناخد البطولة بإذن الله ان شاء الله نسعد كلنا مع صفارة النهاية في اللقاء اللي جاي بإذن الرحمن ويرجعوا أبطالنا محملين بالنجمة الحداشر وبشكرك على وجودك معايا النهاردة في حلقتنا شكر جزيل وان شاء الله نلتقي على خير قريب حبيبي يا كابتن كريم أنا كنت سعيد جدا أنا موجود مع حضرتك ومتشكر جدا أنا لأنا بشكرك شكر جزيلا وأكيد الشكر منصول لحضراتكم مشاهدي خانات الأهلي بكل مكان في العالم على حسن المتابعة ان شاء الله إن عيشنا وكلنا عمر نلتقي على خير بإذن الله ومن حد جاي ويوم جديد وحلقة جديدة وعشة صبح بالأهلي السلام عليكم